مساء الخير عليكم جميعاً طبعاً للمرة الثانية ومازلنا طبعاً مستمرين معكم إن شاء الله خلال برنامجنا لهذا اليوم والخاص في مخيم الأمن السفراني في الوقت الحالي طبعاً حنكون معنا المحور الثاني والمحور الثاني حيقدم لنا البروف دكتور حيدر جبار طبعاً قبل ما أقوم بعملة تعريف المدرس المحور الثاني في هناك كثير من الأسئلة كانت موجودة وهي عبارة عن أسئلة عامة من ضمنها المخيم وأيضاً المحاور الخاصة في المخيم طبعاً إن شاء الله خلال المحاور القادمة حيكون عندنا كثير من البراكتس أو من التطبيق تنفيذ كثير من التولز كما سيقدمها لنا البروف حيدر جبار خلال المحاضرة اليوم وغداً وبعد غد وأيضاً هناك مهندسين آخرين حيقدم معنا كثير من هذه الشرح المعمق لهذه الأدوات لذلك هناك ما قلنا المخيم هو عبر عن ثلاثة أيام ثلاثة أيام متواصلة من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الحادية عشرة حيكون هناك في الشرح مكثف لذلك لا نستطيع الإجابة على كثير من الأسئلة لأن الإجابة عليها حتكون خلال إلقاء المحاضرات التالية أو المحاولة التالية لذلك حاولت تابعنا إن شاء الله حتى نصل إلى نهاية المخيم وفي النهاية حيكون هناك في أسئلة واستفسارات إذا لم تذكر في المخيم حنستطيع الإجابة إليها كما قلنا ممكن هنا نعيد بشكل سريع الدكتور بروف حيدر جبار هو عبارة عن بروفوسور في كلية هامبر تورنيتو في الجامعة بكندا دكتور وماجستير في شبكة الكمبيوتر تم اختياره كما قلنا كواحد من العلماء الشباب في العالم في تكنولوجيا المعلومات في برلين في ألمانيا وحصل على عديد من شهادات الصناعية كالسيسكو، أواس، الزورة ومدرس ومطور في مجالات الشبكات الحوسبية أو الحوسب السحابية والأمن السيبراني أيضا عظف برنامج أواس إيديكيتر ومدرس معتمد في اختبار الاختلاق وراجعة لمشاريع في القطاعات العامة والقطاعات الخاصة حيكون إن شاء الله معنا خلال المحور الثاني والذي حيبدأ الآن من الساعة التاسعة حتى الساعة الحدي عشرة ليتفضل مشكوراً دكتور حيدر جبار مساء الخير دكتور رضوان مساء النور والعافية يا أهلا وسلام حضرتك كيف الصحة إن شاء الله بخير حفظك الله ورعاك دكتور رانعزيز دائماً نسأل عنك عن ساحتك بخيرين الله يسلمك الله يخليك أقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بجميع الحضور سعيد جداً بوجودي معكم وشكر خاص لجامعة الجميع الذكية لتاحة مثل هذه الفرصة والسباقة في النشر هذه ليس أول مرة يسونا دعوة في تقديم ورشة عمل أو مخيم وأيضاً أشكر زميلي الدكتور رضوان ساعد تنظيم المخيم وفكرة تنظيم المخيم وشكراً أيضاً للأستاذ المهندس أحمد المشايخ على العرض الرائع يعني قدم عرض ممتاز وبخصوص موضوع مهم جداً هو موضوع السوك اللي هو السكوريتي أوبريشن سنتر مراكز العمليات مهم جداً اليوم يعني هي العين التي لا تنام مثل ما يقولون تراقب وتسجل وتدافع وتتخذ القرارات وتخزن المعلومات وإلى آخره معلومات قيمة جداً وحديثة في مجالنا واليوم نشوف إحنا حتى كثير من الوظائف الموجودة هي تخص مجال السوك طبعاً ترجع الفضل إلى التكنولوجي اللي هي تقدم في التكنولوجي من ضمنها من ضمنها يعني كثير من الأمور الحديثة مثل الكلاود وغيرها اللي هي وكفرة سرعة الاستجابة ودقة هذه الأدوات اللي نستخدمها طبعاً أغلب المنظمات المتوسطة والكبيرة لديها مراكز أو مركز عمليات بشكل ما أما يكون virtual أو يكون physical يعني حسب يعني شوان نقول الاميزانية الموجودة المتوفرة مرات تلقاها physical وتكلف ملايين الدولارات ومرات تلقاها virtual وتقدر ما تدفع عليها ولا سنت يعني zero dollar you can build بس هاي يعني تقدر تعتبرها experimental هي أكثر يعني نقدر نقول عليها أنه أنت مجرد تجرب الأدوات كيف تعمل وهناك مئات من الأدوات التجارية ومفتوحة المصدر لبناء مثل هذه المراكز بالمناسبة إحنا باليوم الثالث راح نتطرق إلى الصوك أكثر ورح نشوف جانب عملي يعني أشوفكم صوك سنتر حقيقي مبني في virtualization وكيف راح يكون عملية الهجوم منظمة ضده وكيف راح يكتشف هذا الهجوم ويفعل طرق الدفاع وإلى آخره طب عموما يعني أقدر أقول منهج المخيم إن شاء الله يكون مشوق مفيد وفي كثير من الحركة والإثارة والعمليات هجوم والدفاع مثل ما قلنا وإن شاء الله راح بالتأكيد يفيدكم وينشط يعني الشغف عند الحاضرين ويفيد الطلاب الموجودين ويضيف على معلوماتكم بالشيء البسيط إن شاء الله راح أسوي share the slide الموجودة إن شاء الله تكون السلايدات واضحة نعم دكتور السلايدات واضحة المحاورة أنا راح أكون موجود لمدة ثلاث أيام ورح يكون عملية أكو continuous يعني خلنا نقول learning يعني اليوم نبدأ الأول بموضوع راح نشوفه هو موضوع offensive اللي هو موضوع الهجومي ورح نحتي اليوم شوية في كلام راح يكون لأننا نتعرف على الموضوع يعني نتعرف على الجوانب والenvironment شنو هي وشنو الطرق يعني الأوفنسيف الموجودة وإلى آخره وفي المحاضرات القادمة البكرة يعني خل نقول غدا راح نتحدث أكثر عن الاختراقات راح نشوف أكثر جانب عملي غدا اليوم راح نشوف جانب يعني خل نقول قليل وفي اليوم الثالث راح يكون أكثر بعض جانب عملي طبعا وكل من نتقدم في الأيام راح يكون دسامة الموضوع راح يزيد يعني راح نبدي موضوع بسيط جدا نحن المحاضرة هي أو هذا المخيم هو يعني الهدف يعني يكون الناس الحضور هما خلن نقول من بسيط إلى متوسط فإن شاء الله راح نبني المعرفة لعدكم موجودة فشوية يعني قضي صبركم وياي بهذا الموضوع طبعا هداف اليوم كثيرة لكن بشكل بسيط راح نعرفكم ما هو الاختراق الأخلاقي أو الهكر الأخلاقي مثل ما يسموه بالعربي كيف يعمل وخطواته يعني هذا الموضوع كله راح ياخد إن شاء الله فنص ساعة أو أكثر أو أقل يعني حسب التوفيق ومن هناك راح نبدي بعدين جانب عملي شوية شوية وكيف نستخدم الأمور الأساسية أيضا راح يكون اللي أدوات هتكون ساعة ما راح طبعا نسويكم هكذا محترفين يعني اليوم ما هيكون هو الموضوع هو learning experience مو صحيح؟ يعني راح نتعلم إحنا شن الpenetration testing وكيف يعمل وكيف يعني الآليات الموجودة كيف نهجم وكيف نصدق وإلى آخرين طبعا أكيد في البداية راح للناس اللي عندهم فكرة عن الموضوع راح نشوفكم عملية reconnaissance معلومات وبعدين راح نحول على موضوع الانيماريشن اللي هو يعني خلي نقول جلب معلومات إضافية أخرى تفيدنا يعني في موضوع تعريف الأنظمرة الأهداف وببساطة راح نشوفكم دورة حياة الإختراق من التخطيط من التخطيط إلى ما بعد الهجوم لكن بشكل مبسط مثل ما قلت وقد أنت معا أكثر في هذا الموضوع موضوع الاختراق أو الاختراق أو الهكر الأخلاقي أو الاختراقي إلى آخره ليس بالجديد يعني هو فهمه لكن فهمه بالطريقة الصحيحة كروشو يعني مهم جدا يعني يطلب بمرور كثير من الخطوات وشلون تتنفذ ونكشف تفاصيلها وكثير من التكنولوجيز وكثير من التولز يعني نغرق بهذه التولز أنا دائماً أقول للطلابي إحنا نعلمكم كيف تتعلم يعني لأن عجلة التعلم سريعة وما ممكن مدرس يعلمك كل شيء مثل ما قال المهندس أحمد يعني ننطيكم جزء بسيط إحنا من الموجود لكن في جزء كبير أيضاً يعتمد على الطالب أو على المتعلم اللي هو لازم ينفذه فاليوم وراء ما نخلص إن شاء الله فيكون هومورك عدتكم أنتو يعني تروح تحاول تنزل هاي الفيرتشول ماشينز تحاول تسوي لك شغلة بسيطة ولما نجي في اليوم الثاني أو اليوم الثالث يكون ممكن عندك أسئلة عن تكنيكال قد تكون كوششينز أو معلومات أخرى تحتاجها يعني إحنا أنا دائماً أيضاً أقول التكنولوجيا اللي نشوفها اليوم ممكن ما نشوفها غداً وقد أقول شغلة قد يكون مبالغ فيها يعني هسا يجد في بالي إنه مرات بس أعتقد هي صحيحة إنه تظهر التكنولوجي وتختفي وإحنا حتى ما سامعين فيها يعني خاصةً في الدول نامية الدول خلين نقول الشرقية ليش لأن طبيعة البشر يقاموا التغيير وهذا هو ما نسميه بالتحول الرقمي لكن لازم نتعود أنفسنا على التغيير We say we always say the change is the new norm يعني التغيير هو هذا الشي الوارد الطبيعي اليوم أوكي بالنسبة للتوز اللي راح نشوفها اليوم يعني نقسم الأبجكتي بالقسمين راح نعرفكم على الكنتراتيشن تستيج مثل ما موجود هنا وبعض الفرق اللي إلهي علاقة في السكيريتي راح نشوفها وأيضاً راح نوفركم يعني جانب عملي بسيط للتوز والويب سايت مجموعة من الويب سايت راح نزوها والتوز الموجودة لعدنا إحنا كثير هي لكن إذا أنت تريد تمرس هذا المخيم أو هذا الكونسب الموجودة في هذا السلايدات هنا لازم يكون عندك نوع من الVirtualization يعني ما نقدر نستخدم إحنا الCloud فعدنا الVirtualization قد يكون VMware Workstation أو VirtualBox راح أخذكم هسا في جولة بسيطة عن هذا الموضوع وأيضاً راح نستخدم OpenVAS ورح نستخدم الGoogle Hacking Database يعني جمع المعلومات اليوم هي جمع معلومات مثل ما قدركم راح نشوف أيضاً بعض المواقع اللي تفهرس أيضاً المعلومات بشكل عجيب جداً مثلاً Showdown وأيضاً راح نعرفكم على منصات اثنياً أو نقول Operating System اسمها Cali and Parrot هذولا متخصصين في عملية Penetration Testing سواء كان دفاع أو هجوم أو Reconnaissance إلى آخره وأيضاً راح نشوفكم tool مهمة جداً في عملية الشبكات أو حتى Security اللي هي اسمها الWireshark وأيضاً إذا ظل عندنا وقت لأن ما ظل وقت نقدر نعرفكم على Nmap والEnumeration وأيضاً نحق المتا Supply اللي هي قاعدة أو Framework أو منصة متخصصة في عملية الهجوم فممكن نصل لحد الWireshark اليوم أو الNmap ونكمل غداً على بقية لأن إن شاء الله الأمور هي بشكل استمراري يصايراً الليكتشر راح تكون اليوم راح نشوف Security Testing Evolution أو Methods Evolution يعني كيف عملية فحص الأنظمة نمت يعني كيف نمت جزيلاً يعني نحكي اليوم تفاصيل أكثر عن هذا اللقاء موضوع كبير جداً راح تشوفوه يعني لهذا لن ترى محاضرة ساعة أو ساعتين كافية عن هذا الموضوع يعني في قلب هذا الموضوع راح نتكلم عن الأوفنسف سيكوريتي هما ما يسمى بالريد تيم الفريق الأحمر هذا فريق متخصص في عملية التكتك والتاكنكس والبروسيجرز للهجوم وأيضاً راح نشوف في اليوم الأخير الدفنس البلو تيم الفريق الأزرق يعني عملية الدفاع وكيف تصده ومهل استراتيجيات للدفاع طبعاً كثير من الأدوات ممكن ما راح عليكم شايفية راح نستخدم إنها هي نفس الأدوات اللي موجودة لكن راح نوضفها حسب المحاضرة اللي إحنا نحتاجها بالنسبة للجانب العملي يسأل يعني أكد محاضرين يقولي لدي أشوف شنو الجانب العملي اليوم يعني إن شاء الله راح يكون بسيط راح ناخذكم اليوم بالجانب العملي إلى راح نزور هذا التوق قريب جداً وراح نشوفكم ممكن عملية تنصيب بعض الـ virtual machines وناخذكم إلى هالمواقع بالـ technical details راح يكون عندنا الـ DNS recon راح نستخدم The harvester الـ sub-lister وـ DNS tools مثلاً lookup dig host there are many tools وأيضاً نشوفكم الـ wire shock وإذا ضل وقت إن شاء الله هنشوفكم الأناب مثل ما قد طبعاً اللاب نوعين لاب يعني راح نترك lecture ونروح ننفذها بسرعة ونشوفها وفي لاب نركز على موضوع مستمر باستمرارية المدة مثلاً 20 minutes حتى نقدر نستفاد أكبر قدر من هذا الطول اللي موجود لدينا طبعاً نحب ننوح دائماً أنه أي شيء نستخدم هنا لازم يكون legal مصحيح فهاي وثيقة مثل ما أنا دائماً نذكرها تعفينا من المسؤولية وهذه الوثيقة لمدة ثلاثة أيام راح نحطها دائماً أول سلايد لأن الـ tools اللي راح نستخدمها هو الأفكار اللي راح نحن نشرح بها كثير منها قد تكون malicious يعني إذا قدر تستخدمها أنت في الخير وفي الشر يعني فنرجو من الحاضرين إذا راضي يجرب هاي tools دائماً يجربها على يعني a closed environment أو على environment يعني هو صناحها في virtual box أو في الـ يعني هو مسوي لها host في اللابتوب عنده أو في الـ وليستخدمها على يعني خلي نقول مؤسسات أو الشركات أو على الانترنت لأن ممكن تثير الانتباه والشكوك وتسبب مشاكل يعني وأدامنا نذكر أن هناك خط فاصل صغير بين الخير والشر خاصة في هذا موضوع السايبر لأن الأدوات هي أنفس هاي الأدوات اللي نستخدمها يعني أنت عندك الـ white hacker يستخدمها أو penetration testing يستخدم هذه tools لتحسين الأنظمة ومصحيح لفحص الأنظمة وتحسينها بينما black hacker يستخدمها لعمليات الميليشيس والهجوم والانتقام وغيرها من العمليات الموجودة فبالحقيقة مجرد التدريب اللي نستخدمه هنا وللتعليم فقط وأحب يعني bringing your attention يعني to have this note طبعا عرفنا استاذ الدكتور رضوان أكثر من مرة وأحب أيضا بشكل سريع نمر عليها اللي ما يعرفني وهنا استخدمت واحد من أوامر الكالي اللي هو وهو يعني يعني يقول لك انت شن عندك اللي موجودة في اللينكس فحيدر جبار أعمل في همبر كوليج للعلوم والتكنولوجيا وأحمل ماجستير ودكتوراه من جامعة تورنتو متربوضي يعني نيفرسيتي من كندا وحصلت الدكتوراه في عمر السبع وعشرين ومن التجواز عديدة وتم اختياري من واحد من علماء الشباب في العالم في برلين جيرماني وأحمل عدة سرتيفيكيشنز في موضوع السيسكو يعني كنا بدينا في موضوع علنا شباكات مثل ما قال مهندس أحمد الشباكات هو يعني هو البنى التحتية لكل شيء يعني إذا أنت فهمت الشباكات حتى موضوع بسيط الـ IP Subnetting إذا أنت فهمته وانت راح تقدر تفهم المواضيع المتقدمة لين كل التكنولوجيز والإميرجن التكنولوجيز حتى الكلاود وغيرها والسيكوريتي مبنية على الشباكات فإذا أنت ما فهمت الشباكات راح يظل عندك في نقص معين في يعني هذا الموضوع يعني أنصح اللي اللي حابي تعلم هذا الموضوع أنه يتجه على أساسيات الشباكات وممكن مع أمور أخرى أملك مايقارب 25 سنة أو أكثر في موضوع الـ IT بشكل عام وحالياً أدرس أيضاً الكلاود والسيكوريتي والشباكات بمختلف نكاتها وأعمل أيضاً Penetration Tester و Burnability Assessor في عدة شركات يعني يجينا شخص عنده شركة وأحنا نقيم هاي الشركة يعني نسوي Penetration Testing نعرف الثغرات ممكن نغلق الثغرات ونسوي Penetration Testing آخر وبعدها نقدر أن يعني 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 نعرف أن هذا أوكي النظام قد يكون آمن لحد ما لحد الآن وعليه يكون يعني certified أن هذا الشركة تم تجربتها وتكون جيدة يعني فيه راح نشوف الإسلادات القادمة في أكثر الشركات مطالبة أن تكون بشكل قانوني أن تكون Penetration Testing Reports طبعا إحنا نؤمن بأحسن حالات التعلم المعرفي هو المزيج بين الأكاديمي والعملي فهذا هو أحسن حال يكون فالداما توجه حتى خاصة بالغرب بالجامعات والكليات وغيرها يشوف أكون مزيج يعني حتى الصفوف عندهم القاعات الدراسية هي عبارة عن مختبرات لكن بيها صبورة يعني حتى الكراسي والمقاعد تكون بشكل دائرية حتى يقعدون مجموعة يتناقشون في المشاريع أو في العمل والأستاذ مجرد يكون منسق لقايد يكون دائما في هذا الموضوع فإحنا لما هاجرت للغرب إحنا ما كان عندنا هذا الأسلوب لكن اتعلمنا وقدرنا نسوي adaptation ونغير إلى هذا الموضوع ممكن مراسلتي على هذا الإيميل الموجود واللي حاب أيضا يطلع على موضوع social engineering كان عندنا محاضرة غنية برعاية جامعة الجامعة الذكية واللينك الجوة موجود إذا حابت على محاضرة مفصلة على موضوع social engineering إن شاء الله مقبول موجودة أوكي نبدأ في محاضرة اليوم قبل بس ما نبدأ في التخصص العميق للموضوع يعني أحب أشارك وياكم بشكل بسيط بعض خلي نقول principles أسميها مثلا أو practices اللي هي هاي جات من خبرتي في هذا المجال طبعا هاي أنا اعتبرها الركائز مهمة في الوقت الحالي اكتسبتها من العمل هنا في الغرب يعني أما كانت اكاديمي أو في شركات أول وحدة اللي شفتها دائما يركزون عليها في الغرب وحتى على مستوى الشخص التعلمي هي multi vendor إذا أنت تريد تكون ناجح في موضوع cyber security لازم يكون عندك ثقافة أن المتحد يعني تستخدم أجهزة وأدوات وصوفتير من عدة شركات ولا تعتمد على شركة وحدة يعني لأن قد يختفي هاي الشركة من السوق في أوقت أو يصير انهيار عدها مالي أو اقتصادي إلى آخره يصير حجوم عليها ممكن صغرت الشركة وما توفر تحديثات مصحيح في كثير من الشركات اختفت وما عرفناها لأن ما نجحاته بشكل يعني إداري أو مالي إلى آخره فداع من التركيز لازم يكون على multi vendor إذا راتذكر مهندس أحمد اتطرق للسوق سيستم فالسوق سيستم راح يشوف مزيج من كثير من الأدوات اللي هي من مختلف منها open source منها commercial منها تعتمد على windows منها تعتمد على linux يعني حتى يعني حتى الأشخاص اللي نجيبهم متنوعة قاعدهم ال experience اللي هما يشتغلون في السوق سنتر النقطة الثانية اللي أحب أذكرها هو automation يعني أيضاً نرجع على السوق سنتر يعني السوق سنتر ما قد يكون موجود اليوم إذا ما كان عندنا موضوع ال automation يعني كثير من التكنولوجي اليوم راجع على ال automation بالوحدة من الأهداف التي يسعى عليها التكنولوجي دام إنه الأتمتة خاصاً داخل ال data center يعني تما تجي كل شيء يسوي manually by date خاصة في موضوع security اليوم موضوع مهم جداً وكثير من هذه التكنولوجي متوفرة حتى تقدر تسوي النهاية مثلاً أذكر على القليل مثلاً موضوع ال ansible أو التيرافورم أو ال cloud formation في امازون أو ال arm in azure كلها يعني إذن ذكرت إنه كل هم cloud provision يعني tools يعني تقدر أنت تنشئ منظمة أو مؤسسة كاملة بيغضون دقائق بكلك واحد وفي كثير من templates يعني تقدر تسوي هذا الشيء مجرد تسويها customers تخلقها فموضوع ال automation أيضاً موضوع مهم جداً والشركات أو الأشخاص ممكن يركزون على هاي النقطتين اللي نشرحناها النقطة الثالثة أيضاً اللي أركز عليها قبل ما ننتقل للإسلادات الآخر اللي هو system integration ما في أو ما يكون نظام اليوم يشتغل بالعزل اليوم ما في نظام لازم فيه تعاون أو تفشل ولا يوجد نظام واحد يعني اليوم ما كنظام عندنا واحد شوف التولز اللي راح أشوفكم إياها اليوم كل كل تول عندنا أو كل نظام هو أصلاً مجموعة من الأنظمة ويجب أن تكون يعني قابلية للإنتقرات مع الأنظمة الأخرى يعني ما في إذا عندك أنت تول وما تتعاون مع الأنظمة الأخرى شنو فائدتها يعني هاي أو تكون isolated فلازم يكون عندنا التولز اللي نستخدمها أو حتى الأفكار اللي عندنا تكون integration مع موضوع كثير من المواضيع أعتقد كثير من الأخوان سامعين في موضوع اللي هو اليوم نشوف موضوع مثلاً ممكن أعتقد أني فاتح السلايد أخذكم في هذا الموضوع وأشوفكم شيء بسيط راح نجيج كثير من المواضيع بس أحب أشوف أكون شغلة بسيطة هنا فهنا فهنا الـ Devops هذا مثلاً يعني هاي الـ Devops طبعاً موضوع متقدم هو تعاون ما بين الـ Development و الـ Operation على شكل سلسلة حتى الإنتاج يعني الـ Software أو الـ Programs فشوف الـ Development و الـ Operation و الـ Application و الـ Delivery اليوم متعاونين وموجودين ضافوا إلها شنو بعد اليوم ضافوا موضوع Security Security is not anymore a bolt-on يعني مو شغلة أنت Luxury أو رفاهية ضيفة لا صارت عنصر أساسي حتى في موضوع الـ DevSec وسموها الـ DevSec Ops من الناسبة اليوم فحتى شوف دميع أكثر مناهج الدراسية لندرسها اليوم تغيرت صارت DevSec Ops بعد ما عدنا شيء اسمه Devops أو الـ Devops موجود بس ضافوا فقرة الـ DevSec Ops لأهمية السيكورتي فهذا قد يعني يشرح موضوع أهمية System Integration الموجود عندنا أيضاً نشرح موضوع الـ Proactive و الـ Not Reactive يعني هاي أيضاً شفتها مهمة جداً هذا الموضوع لأن الـ Proactive يعني معنى أنه أنت لازم تسبق الأحداث و لا تنتظر إلى أن يصير الخطر أو يصير الكارثة الصير أو الاختراق يعني مثل ما نقول بالعربي امنع و لا تنتظر يعني تصير أو لا تنتظر الهجمة دافع جدد وحدد مكان ما تصلح يعني أخذ الفلوس أو الميزانية اللي عندك وصرفها على تحديد نظامك أحسن ما أن تصرفها لما تصير كارثة وتجي تقعد تصلح لأن الـ Post Expenses مرات أكثر من الـ Pre Expenses يعني تصليح النظام مثلاً الـ Ransomware الـ Crypto Ransomware أو الشفر كل النظام عندك موضوع كارثي يعني فما تقدر مرات أيضاً حتى تصلح أو ترجع نظامك إلى ما قبل هذا الشيء أقدر أمثلكم أكتشولي هذا الموضوع بصورة واحدة عجبتني شابتها في الإنترنت اللي هو Be Pro Active Not Reactive يعني شوف هذا هنا طبعاً اللي إحنا نقول بالعربي اللي نبلل ما يخاف من المطر بس هنا الشخص الواقف على اليسار تشوفه Pro Active يعني حما نفسه حتى ما يتبلل لكن بالشخص اللي على اليمين يحاول الآن يعني يتلافى هذا الموضوع برفع إيده بالهواء أو إلى آخره فهذا يعني مثل ما نقول الصورة تغني عن ألف كلمة يوضح هذا الموضوع أيضاً موضوع الـ Specialization يعني مثل ما نقول لا لا لازم تتخصص اليوم موضوع التخصص اليوم مو موضوع Any Moral Generalization لأن السرعة والـ Tools الموجودة ويعني الأذكار والـ Certifications كلها في طريق التخصص فلا تضل الطوف في العموميات ممكن تتعلم بالأساسيات نعم هذا مهم جداً لكن أيضاً لازم تتخصص في مجال وتبدأ في هذا المجال حتى تتركز وتنجح لهذا السبب حتى تحط هداف وتركز وتنجح وأيضاً عندنا النقطة الأخيرة هي Tools صدقون يا أخوان اليوم النجاح كل هذا خاصة في موضوع Security وموضوع Tools فلازم عندك يكون Tools built أعتقد شوفكم هذا الشيء يعني أنا دائماً يقول للطلاب لازم عندك هذا Tools built مثل النجار أو الميكانيكي أو غيره يعني يعني راح أنت تكون ماشي وعندك يعني Tools يعني بالمئات لازم تستخدمها بالمناسبة يعني كثير من Tools موجودة فكيف راح تستخدمها فاختيار Tools المناسبة في المكان المناسب أو في situation المناسب هو هذا اللي إحنا لازم أنت تتعلمه بعد أنت تكتور ممكن قاطعك شوية فضل فقط عندما تقوم بعملية التحويل إلى الشاشة الأخرى لا تظهر لأنك عامل شيرينج فقط أوه حتى ما تنتقل بين سلايد كثير من الأمور حرامات راح بس راح أشوفكم آخر سلايد وصلنا إلى خليني خليني أعدل هذا الموضوع أحسوي السكرين نعم أفوان فضل شكرا أهلا سلام أي لا إحنا هاي الأمور مهمة جدا يعني خليني أرجع هذا Tools built طبعا كلها ستفاجئة شافت واحد سباك أو ميكانيكي نتكلم إحنا عن Tools built هذا Tools built بالمناسبة اللي هو هنا حاطة هاي أول سلايد أشوفه للطلاب من أعلمه في الجامعات أقولهم ما في Tools وحدة في مجموعة من الأدوات اللي موجودة لازم توظف Tools أو Tools اللي مناسبة في الوقت المناسب Right الصوك سيستم تستخدم Tools معينة الهجوم تستخدم Tools معينة ورح نشوفها اليوم كثير من Tools موجودة ويا ما أكثر هذه Tools بس استخدام Tools الصحيح في الوقت الصحيح أو المناسب يعني هو هذا اللي يأثر في يعني هذا يكون القرار الصحيح وهذه الصورة لفاتتكم اللي هو Be proactive not reactive فعندنا الشخصية الوقفة على اليسار proactive يعني حما نفسها قبل ما يصير الكارثة بين الشخص على اليمين ما قدر يحمي نفسها أوكي ممتاز إذا نرجع للسلايدات Great طبعا هذا يجاوب كثير من الناس سلايد المهتمين في هذا الموضوع كثير أكو certifications لها علاقة في موضوع الpenetration testing أحنا نحكي على context أو على المحور اليوم ما نحكي بشكل عام يعني أنا حتى الـ certifications الموجودة عندكم هي certifications خاصة في الموضوع فكل كورس له ميزته الخاصة لكن أغلب الأمور الرئيسية موجودة ومتشابهة طبعا أنا مداش أتجعكم تأخذون certification نعم certification سلاح خاصة في موضوع التوظيف والرزيومي لكن سلاحك هو شغفك والتعلم يعني أنا أؤمن بهذا الشيء وبمناسبة كل شيء موجود أونلاين إذا أنت حاب تتعلم ما في أي مشكلة أو أي عيب حتى تبدأ بشكل بسيط وتلاقي نفسك كبرت بعلمك يعني حتى كبرت بعمرك لأن ما شاء الله لا يوم تركض بسرعة وكونت لك حدود أي تعرف نفسك أنت وين تريد وين توصل وشنو تخصصك وشنو عندك الباشن يعني أنت لتريد فالسرتيفيكات ليس قياس حقيقي لكن يعني ينطيك المهارات والسكيلز بشكل كبير ومطلوب خاصة في التوظيف يعني إذا أنا أروح إلى موضوع البحث عن العمل يعني مثلا عندي هنا هاي منصة شوال انديد يعني بكل أفرح حتى في العراق ممكن والإمارات وغيرا دول موجودة واكتب موضوع السوق خلنا نكتب موضوع C-E-H مثلا أو السيسب مثل ما قال مهندس أحمد فراح نشوف الوظائف هنا تفضل يعني 75 إلى 90 ألف دولار في السنة فول تايم هذا في موضوع الانفورميشن سيستم مراتب متواضع جدا هذا بس يعني إن صراح يروح تاكسات الموضوع وفي كثير من الفول تام جرد شوف كلها يعني في أغلبها اللي موجودة الوظائف هذا طبعا أنا الكيورد هنا فشوف هنا يعني مو شرط هو دائما يكون عندك بس فأغلب الوظائف الخارج القطاع اللي هو خلنا نقول 80% من القطاع العمل هو قطاع أهلي أو قطاع صناعي ما في عندنا قطاع إحنا أكاديمي قليل جدا حتى الصناعي لازم يكون إلى تنسيق مع الأكاديمية لازم يعني شرط يعني إحنا هسا عندنا كثير من التعاون بين عشال AWS و Azure و وشريفات متعددة جدا كثيرة كل يوم ننوقع اتفاقيات مع جامعات بها الخصوص فإذا أكتب CEH اللي هو موضوع اليوم راح نلقى طبعا أنا أساكن قريب من هالمنطقة في هالإنستركتر بالمناسبة ممكن أقدم عليهم وممكن أخذ الوظيفة هاي أنا وشوف يبدون CEH حتى يكون هذا الموضوع والمواضيع اللي راح يتناقشون به اللي موجودة أغلبها راح نتناقش بها إن شاء الله في اليوم وفي محاضرة غدا طبعا ما هي أنواع السرتيفيكات طبعا EC console It's a very popular certificate بس هو كلش typically يعني العمل فيه محدود لكن جيد للناس اللي يدخلون إلى هذا العمل أو إلى هذا التخصص عندنا بعدين تجينا جماعة الأوفنسف سيكوريتي اللي معدهم certified professional certificate شوية أعلى مستوى بتقدر تقول من CEH الكومتية شركة ممتازة تنطي أيضا سرتيفيكات منها البنتست البنتستر تطلع البنتستر لما تخلص الامتحان يعني وعندنا شركات أخرى متقدمة جدا مثل الإيليان سكوريتي والسانز السانز مناسبة هي منظمة أو إنستيتيوت متخصص في السكوريتي وأيضا في الإيتي وعندها سرتيفيكات متقدمة جدا فإذا ننتقل عبر الخط ونزل الجو راح نشوف الموضوع شوي زاد فاللي عندنا خبرة في موضوع الـ يقدر ينتقل ياخد سرتيفيكات مثلا سكس سكستي في السانز أو ياخد الـ شوفينا عندنا نحكي على الـ أو الـ هنا نحكي على الـ أو الـ يعني هذا الـ الآخر جدا يعني قوي في السوق ويعني الناس اللي يحملوه يعني مش قليلين قليلين لكن ريرلي خلي نقول أو مجغولين أو يقعدهم محصلين وظائف جيدة جدا فإذا حصلت أنت واحد من هذا الـ يكون عندك فرصة عالية جدا للتوظيف يعني السانز هذا السانز شركة السانز إحنا وإذا نروح على السرتيفيكيشن بورتال مالتهم راح أشوف عندهم سرتيفيكيشن يعني خيالي وطبعا المستويات عندك 200 400 500 و700 والسرتيفيكيشن عندهم كل السيكوريتي سو عندك سيكوريتي سايبر ديفنس يعني مثلا إذا أريد أخذ آني نيو تسايبر سيكوريتي تقدر تاخذ هذا الفونديشن وأغلب المواضيع ترى بالناسبة هي موجودة في الإنترنت تقدر تشوقها وإذا نريد أن نتقدم خلي نقول نحن نشوف البربل تيم طبعا البربل تيم متقدم فما تلقى بالسكيل لفل الأول تلقى أعتقد في الأدفانس تشوف أنت عندك سرتيفيكات خاص بالسايبر كيل تشين يسموه اللي هي إطر عمل متقدمة جدا راح نشوفها يعني بالسلايد الوراء راح نشرح شوي على البربل تيم ونحكي على التاكتس والتكنيكس والبروشيجر اللي يستخدموها أوكي ممتاز نستمر في السلايدات واحنا نتسولف شوي على الـ يعني عمليات الفحص الأنظمة للثغرات يعني فيها بعد كبير تبدأ نقول أضعف الإيمان اللي هي من يعني أي واحد يقدر منعدكم ونستنزل ويحط الشبكة اللي هي نتورك ويقدر يفحص الثغرات الموجود في السيستم راح ننزل طبق اليوم راح نشوفها هسا وطبعا هذا مثل ما قلت لكم أضعف الإيمان يعني يكون على مجموعة من الأشكال ولازم أيضا نعرف أنه لا توجد طول واحدة الـ أيضا إنما هي مجموعة من الأدوات اسمحوا لي أقول لكم هي جيش من الأدوات لأن كل الأداة مثل ما قلت وظيفة صغيرة تأدي وتحل جزء من مشكلة كبيرة فشوفتكم حتى التولز بيلت شون في عدة عدنا عدنا مثلا المقياس وعدنا القلم وعدنا المسطرة والآخرين كل تول موجودة في التولز بيلت سواء كانت هنا أو في أي مهنة هي اللي تساعدك فمن يقولوا لي تدرس Penetration Testing ما يقدر ركز على أداة وحدة لأن هي ما في أداة وحدة تنطيق يعني هي مجموعة من الأدوات لازم أنت تستخدمها في الشكل طمعا أوكي حتى بحكم عملي أنه في منظمات تلزم الشركات بعمل Penetration Testing يعني مثلا إذا أنت كنت في قطاع الصحة لازم أنت تجيب سوي Penetration Testing حتى عندك أنت تكون أنت compliance with HIPAA الHIPAA لـ Health Framework وموضوع المالي إذا كنت تشتغل في قطاع المالي لازم يكون عندك compliance مع FDIC وإذا كنت تشتغل مع قطاع credit cards والبطاقات الإتمام لازم يكون مع PCI وإلى آخرية أوكي ممتاز حد الآن حلو إحنا قدمنا يعني كثير من المعلومات زين شنو هو الاختراق الأخلاق أو الحركة الأخلاق حد الآن ما عرفنا أو ما شفنا ببساطة جدا هي عملية أو مجموعة عمليات هجوم حقيقية لاختراق نظام معين طبعا إحنا ما نسوي الاختراق مجرد الفن أو اللجر ليش نسويها حتى نبين ضعف هذه الأنظمة من الناحية الأمنية من أقول الضعفها طبعا من نبين ضعفها راح نعالجها كتحصيل بقدر الإمكان لما نقول إحنا الضعف شنو معنا؟ يعني الثغرات مثلا موجودة السيستم قد يكون قديم قد يكون عندنا ما في compliance للسيستم اللي عندك مع famous frameworks قد يكون عندك مشاكل بالintegrity مثل ما شاونا دكتور رضوان ومهندس أحمد الموضوع الـ CIA قد يكون عندنا مشكلة به إلى آخره فأكم أقولها دائما هما هنا في الغرب يقولوها يقولك ليش حترجم لكم إياها ليش تخلي هكر يخترقك ويعرفك على ثغراتك؟ بالعاكس اخترق أنت نظامك ويعرف العيوب اللي عندك ويعرف ضعف نظامك وإنت عالجها بنفسك لأن كل الأنظمة مثل ما نقول إحنا دائما نقول كل الأنظمة سوف تخترق يوم من الأيام إنها يعني مجرد وقت فحماية الأنظمة جدا مهمة طبعا بعد ما يعني الـ vulnerability scanning تجي في المرحلة الأولى أضعف الإيمان مثل ما قلت لكم تجي بعدها الـ vulnerability assessment ليش نسوي vulnerability assessment؟ لأن vulnerability assessment كثير من الأمور اللي نسويها بالـ vulnerability scanning يعني ما تكون دقيقة وبس مجرد تبحث عن ثغرات ومشاكل وواسع طيف هذه المشاكل فقد ما تقدر تكتشفها أو قد يكون هناك كثير من النتائج ثغرات لكن هي بالحقيقة ما موجودة أو كثير من الثغرات هي موجودة لكن لا يستطيع كشفها سو ما نقدر إحنا نكتشف يعني نعتمد على تول وحدة فنجد نسوي الدقق manually يسموها vulnerability assessment فهذا شوية يعني الموضوع يبتعد عن scanning ويصير بيتدخل من الـ experts من الأشخاص حتى يقدرون يقيمون النظام نحن جايين بالسلسلة جايين بالسلسلة خلي أشو عرفكم على تول واحدة من التول اللي راح نتناقش بيها اليوم اسمها OpenVAS وهي التول هي open source ينطوكم طبعا free key لها تقدر تسوي يعني trial version طبعا كانت هي مجانية حسب علميها لحد لا مجاني بس تفاجأت إنه هي مسوي لها key اسمها من شركة green bone هاي الشركة والتول اسمها OpenVAS طبعا في كثير كثير من الشركة من الـ vulnerability scanners وكثير منهم مجانية في واحدة أقوى من هاي التول موجودة ورح أشعوفكم يها أيضا فهاي trial شوف غيروا حتى شعارهم أنا الأيام اللي كنت اشتغل بها قبل سنتين ثلاث كانت مجانية فتجي طبعا نسوي لك vulnerability scan في free of charge وتشوفك شون عملية التنصيب للصير وببساطة تنصبها أما على Workstation Player أو Workstation Pro أو Fusion أو غيرها من أو حتى VirtualBox بعدين تمشي بعملية التنصيب هي أعتقد هي OBA file فهي جاهزة مجرد أنت تفعلها وتقدر تستخدمها الـ username admin admin الأساسي وتخلق لك user وبعدين رح ترسلهم بعد فترة حتى ينطوك الكي فإذا ننزل جوان شوي مشي سريع إحنا رح أشوفكم التول بالnotes رح ينطوكم تقدر تسوي trial version بس إذا رسلتهم ممكن إنه ينطوك key هياته عفويات request a test key 14 يوم فقط مع الأسف غيره وبس لاح أشوفكم تول أخرى ذي قدر تستخدموها يعني معتكم مجاناً في كثير من التول هي اللي فرنا بسكاز منها كثير منها open source فتكتب معلومات الشركة ومعلومات البلد إلى آخره وذي قدر أنت أشوفها خلي أعرفكم على هالتول أشوفكم إيها مادام إحنا رح نعرفكم على التول الآن رح أشوفكم البيئة اللي أنا أتعامل معاها يعني بأكثر من مرة بس رح أشغلها الآن فأنا أستخدم الـ virtual VMware Workstation Pro هذا هو البيئة اللي أستخدمها أنا دائماً في الـ virtualization طبعاً الـ VMware أو الـ virtualization يعني يحتاج computation power فتحتاج شوية RAM تحتاج شوية CPU حتى تقدر تنفذ الأمور اللي نسويها هنا اليوم أو بكرة أو بعدها أو حتى في المستقبل إذا أنت تريد تمارس هالمهنة وتجي تنزل الـ virtual machines يعني سويها installation أو create a new virtual machine أو تسويها open إذا هي OVA OVF file وتقدر تنزلها وتستخدمها أغلب اليوم التول الموجودة أو الـ machines أو الأدوات نستخدمها هي على بار عن أما virtual machine بحد ذاتها أو تكون منصرة داخل يعني Linux-based أو Windows-based إلى آخر واحدة من الـ tools اللي هي إحنا إلي جبناها نعتبر نفسنا إحنا نزلناها اسمها open-vass scanner So هذا الـ open-vass scanner طبعا هي تحدد المموري التحتاج والـ processor I'll keep it just as they are وراح أسوي عملية تشغيل للـ alihai أو virtual machine وراح أشوف تبوت طبعا منها سبعني سويت camp هنا لكم خاص camp material وضفت كثير من tools راح نستخدمها راح أشوفكم الـ heads أو الـ sock system راح أشوفكم meta-supploid راح أشوفكم الـ typhoon راح أشوفكم كثير من الأمور الـ cloud اللي هي متعلقة في الـ camp في الأيام اليوم والبكرة وغدا إن شاء الله أوكي فلازم نحفظ الـ IP هنا الموجود عندنا اللي هو 197 حتى نعرف شو راح نسوي الـ access to my web browser طبعا الـ password هو admin والـ username والـ password admin وadmin فدخلنا إلى الـ green-born OS طبعا أغلب هذه الماشينز هي Linux-based version وهي open-source لينكس في نصبوها على الـ linكس واللينكس هو فعال وخفيف فيستخدموها فراح وين راح نتحول راح نطلع من هذا المكان راح نفتح صفحة جديدة وراح نكتب الـ IP address اللي كان موجودة هناك وراح يكون هذا الـ IP اللي هو 197 وانا اعتقد انه الـ IP في خطأ طبعا طبعا كان حط بورت معين في كثير من الاجهزة عندي الـ virtual machines كل واحد بورتها معين حتى هذا الـ IP يتغير مع كل ما اطفي حاسب وشغلها بيتغير الـ IP عندي it's not static it's dynamic يعني DHCP ياخذه من الـ virtual workstation itself فيطلع عندي هنا شعار الـ HTTPS لان ما عندي الـ certificate الموجود وياه self-signed certificate ما موقع من third party او من famous product يعني مثلا اذا افتح لكم خل افتح لكم هاي صفحة واذا اروح على هذا الـ lock signal هنا راح اشوف انه انا اعرف ان الـ connection is secure ليش؟ لان لما اروح على الـ certification الـ gas certification valid طبعا انا ما اروح على هاي عندي الطول هنا وان تعرف الـ details انه صادر من Go Trust وايضا من 3 certificates عدنا والـ digital cert هنا اللي موجود بهالسلسلة وهذا سمو chain of trust اللي هو بالـ certificate بينما هنا ما عدنا لان احنا نتكلم عن مجرد عمل داخلي هو اللي موجود اوكي فاني صناعت user ahead قبل ما احنا نجي هنا وكان الـ username ما تحيدر وعندي password معين راح ادخل عبد ما قبل الـ password الظاهر غير الـ password في سبب معين اذا ما صار الـ password ممكن نروح ام غيره على اسف ما دايق قبله خلي ارجع شوشي من المشكلة اهنا بشكل سريع فهنانا عدنا الـ password طبعا هذا اجراءات التنصيب احنا ما عدنا شي ننصبه اوكي كثير من الامور احنا لازم نسويها بالتنصيب انا اتجاوزتها يعني الـ IP Address تتأكد موجود الامور الاخرى فيسوي self-check قاعد اوكي فالـ setup عدنا الـ network ممكن نجي DHCP is enabled ممتلين من عنده موضوع اوكي بس نجي على موضوع الـ الـ users user password خليني اطلع منا اوكي خليني شوف users list of users صراحة يعني غريب انه ما قبلني ادخل اوكي مهم list of users admin users ممكن نقدر ناخذ باخر الـ admin اوكي نقدر ناخذ بالاخير حتى ما ناخر الموضوع خليني شوف الله new password record so it's too similar ذا ليش ما يخليني ادخل اوكي خليني نتبع مرة ثانية اوكي ممكن تسمحولي انه هذا الشي ننفذ بالاخير لان ظاهر عنك في مشكلة في bug او في شي معين حتى نقدر نفذ مهم يعني صراحة حبيتها شوفت مياه بس لكن للأسف في مشكلة في الـ login ممكن it's resolved by itself او ممكن by restarting the virtual machine فاش راح اسوي راح اسوي restart the virtual machine عندي في مشكلة في الـ credentials عندي اللي هي الـ username وال password لكن راح اشوفكم يعني ما راح نترك الموضوع راح اشوفكم اللي هو الـ interface بسيط يعني هنانا خليني اكتب openvass openvass google.com فاذا بروح الـ images يعني ينطيك فتة مخيلة بسيطة ان شون يعمل ينطيك شي جميل انا سويت فحص فيها صراحة قبل ما تبلي المحاضرة وشوفكم مجموعة من الـ vulnerabilities بعدة اشكال بيه حلوة dashboard ممتازة جدا وشوفكم الـ vulnerabilities الموجودة في كل system لقدر تشوف على الـ host apology most vulnerable tools وايضا ياخذك الى CVS score system يعني خلي اشوفك score system ما دعنا نتكلم عليه فكل الثغرة موجودة في العالم بعد ما تسجل وتكتشف ليست zero zero خلي نقول zero vulnerability zero knowledge vulnerability لما تنكشفوا تسجل تدخل في فهرسة فعدنا عدة فهرسات موجودة واحدة منها CVE details فنشوف هنا هاي الفهرسة الـ vulnerabilities الـ vulnerabilities تجي على مراحل يعني عندك severity مالتها مدى الضرر من صفر الى عشرة وينطكي اياها ويسوي لك فهرسة بأنواع الـ vulnerabilities الأخرى أيضا يعني نقدر نعرف vulnerabilities by date مثل فهرسة على الأيام او حسب ظهورها ونشوف من التسعة وتسعين هنا مسوي فهرسة الـ الـ 22 طبعا هذا وين معشقة في موضوع الـ open bus يعني الـ open bus يستخدم كقاعدة بيانات ICVE اللي عدنا الموجودة لعملية الفهرسة فمثلا خلني نشوف الشهر هذا شنو عدنا النوع الثغرات الموجودة في هذا الشهر سبتمبر راح نشوف عدنا طبعا خلي دي قدر انت تتصنفها حسب السكور بس آخر واحد مثلا تم اكتشافه اللي 14 تسعة اعتقد هذا البارحة اللي هو Unisharp level file manager اللي علاقة بالفايلز او الفايل مانجر او الـ FTP الى اخره يعني عن موضوع الاختراق الـ downloads الى اخره فقد تكون ثغرة تشكلنا من الدخول واذا تضغط عليه تضطيك معلومات اخرى بانما انها جديدة حتى بعد معلومات اخرى بعد ما ضافوها الى الموقع لحد الهان وهذا الـ github اذا حار تدخل تتعرف على الثغرة بشكل اخر اكثر يعني اوكي سو هذا كان شكل بسيط نرجع على بعدين احنا على موضوع OpenVAS اذا اربط الحلقة احنا عدنا الـ red team والـ blue team والـ purple team فبعد ما يجي الـ vulnerability scanner عدنا موجود نسوي نقدر نتركها شوية اكثر ونتوجه الى الـ vulnerability assessment اللي يكون نوع من التطقيق الشخصي ومن الخبراء بعدين نقدر نعمل عملية الـ penetration testing الـ penetration testing يعني طريقة منظمة لفحص الثغرات الموجودة عدنا ونبدأ بيها من جمع المعلومات والاستبيان او الاستطلاع وبعدين الى الهجوم وبعدين الى المسح الاثار او البصمات ونطلع فيه تقرير معين طبعا من تتطور الشركة ويكون عندك ميزانية كبيرة راح تتجه الى موضوع الـ red team والـ red team فكرته ببساطة انك تاخذ شركة متخصصة هي تكون او مجموعة متخصصة مثل عملية الـ انا اسميهم مثل النينجا هذولا اشخاص ياخذون تهديد معين خطير واحد او مجموعة من التهديدات ويستخدمون هجوم احترافي للمنظمات زين ومرات حتى يكون هناك ضرر متقصد يشوفون يعني جقد انه نظام يتحمل الضرر يعني مثل ما اعتقد راح نشرحها اكثر يعني مثلا عندك سيارة ويختبرون الـ نظام التعليق جقد نسبة انه يتحمل عندنا نظام التعليق السيارات للمطابات و الى اخره في الشوارع طبعا هاي الـ الـ تشتغل على اطر عمل كبيرة جدا مثل الـ راح نشوفها في اليوم الثالث الـ هو الوجه الاخر للـ اللي هو الـ متخصص في عملية الدفاع وقلب هذا في قلب هذا الموضوع اللي هو اللي هو النظام اللي نقول المراقبة والسيطرة والدفاع ويسمى بالـ وهذا ما تحدث فيه اعتقد المهندس احمد مشايخ بشكل كبير وايضا سوف نكمل حديث عنه في اخر يوم مع انظمة الدفاع لما تكون ميزانية مثل ما قلت لكم جيدة والمؤسسات كبيرة يمكن نصير ايضا دمج ما بين الفريق الاحمر والفريق الازرق ونطلع بالـ فالـ فريق يعني ناتج من الـ الـ والـ مع فريق تنسيقي حتى يقدرون ينسقون العمليات الهجومية والدفاعية مع بعض حتى يكون هناك كشف حقيقي لهذه الثغرات والتحديدات اللي يصير بالانظمة طبعا مادام دخلنا الى موضوع الـ نتحدث في الـ يعني اعتقد عندي هنا ويبسايت هني فتحتها قبل المحاضة نرجع خلي شوفكم واحدة من الفريموركس المهمة جدا النست السايبر سكيرتي فريمورك هنا عندك ولم طبعا هي فريمورك متكامل تشرح لك العملية الاختراق وشين لك والعليك وشون العقود تكون والبنود ودقدر ايضا اعتقد تروح تفاصيل الـ فتحكي لك اذا عندك انت مانيفاكتر واذا كان شون تتعامل به الـ رانزموير والسايبر سكيرتي الـ مانيفاكتر الـ فريموركس وكثير من اطر العمل التخصصية في مجال السايبر سيكيرتي ايضا يقدر يفيدك به فيطيك معلومات جدا مهمة So you can get او عندهم get started اذا تحب تبدي تعمل فيه فهسا حتى من اشتغل مع الشركة استخدم هالـ فريموركس حتى اقدر استوحي منها المعلومات واستخدم الفورمز والتمبلتس الموجودة اللي عندهم مثلا يعني تتضمن بنود العقد الوقت طبيعة الفحص هل يكون الفحص بوقت الدوام او خارج من طاقة الدوام مثلا يكون weekend التكاليف مثلا قد تكون التكاليف على اجزاء هل قد راح تكلفهم طبعا تتراوح التكاليف الـ Penetration Testing للمعلومات اللي يسأل ما بين 10,000 الى وعلى الى توصل 100,000 او 200,000 للعقد اعتماد على حجم النظام وتعقيده وشن الاهداف المرادة من هذا الـ Penetration Testing هل سيكون هناك فحص لاحق او فحص واحد فقط وهل تريدهم انت يساعدوك في عملية غلق خيط الثغارات لو بس الفحص و الى اخرى من هذه يعني طبيعة هذه وطبعا عندنا كثير من الانواع اللي طريقة الهجوم في الـ Penetration Testing لتبعها سأما انت تكون Black Hacker وانت ما تعرف اي شي عن نظام وتطلب من الشركة ان اوكي انت لا تنطوني اي معلومة مقدمة اهد انا راح اكتشف كل شي واحاول اسوي اختراق او انت تكون White Hacker على الاكس انه انت عندك معلومات عن النظام وحتى يكون مرات الـ IP ماتتك White Listed يعني من تخترق يعني انه انت تقدر تدخل النظام عادي لان انت تعرف انت لكل الانظمة الموجودة وغيرها والـ IDF تكتشف بسهولة اليوم اذا انت شن الـ Behavior شن السلوكك انت تريد تسوي بالنظام او تكون انت مابين يعني عندك معلومات بسيطة عن النظام ومعلومات كاملة تكون Gray Hacker ورح نتحدث عن الـ Hackers الـ Hacking والانواع في محاضرة غدا يعني نشوف عدة الهجومات ان نقدر نستخدمها وكيفية الدفاع عنها فالـ Gray Hacker يكون مابين الـ White والـ Black Hacker بشكل عام اوكي نجي نحتي اكثر عن الـ Penetration Testing والMethodology يعني احنا راح نستخدم هذني الـ 4 يعني ما اعتقد الوقت بس ان شاء الله نقدر نكمل 3 منهم اليوم على الاقل اقدر يعني نقدر نسوي فنقدر يعني شنو هذا المخطط الامامنا هاي خطوات او Life Cycle نقدر نقول عليها دورة حياة الـ Penetration Testing هناك خطوات معينة يعني لنجاح اي بروسس لازم عندك انت خطوات لازم اول شي تقعد انت تتخطط الخطوات هي اولا انك عندك يكون هدف يعني Pre-Engagement Objectives ش تريد تسوي انت ليش تسوي هاي العملية Penetration Testing مثلا صار عندك اختراق او تريد تحسن من وضع الشركة او امور اجراءات قانونية دفعتك ان تسويها فبعد ما تكمل هذا الموضوع نتجهي الى موضوع الـ Reconnaissance الـ Reconnaissance هو اللي هنا موضوع جمع المعلومات يعني انت تريد تمسح المعلومات شوف عملية حتى مسح فنقدر نتعرف على المعلومات اللي موجودة عندنا نجمع المعلومات عن هدف وطبعا كل اغلب الهكرية اليوم يعني يستخدم هجوم حقيقي فلازم عنده معلومات واقعية وحقيقية عن هذه الانظمة اللي يريد هو يسويها قد تكون هاي المعلومات software انظمة يعني مكان physical اذا كان فيه كاميرات الى اخر بعد ما جمعنا المعلومات نبدأ بمرحلة الاستطلاع او التفاعل مع الهدف اللي حكينا هنا وورا ما حددنا يعني الاستطلاع ننتجه بموضوع الـ Scanning الـ Scanning يعني نتعرف اكثر على الهدف طبعا الـ Scanning مرات يحطون الـ Scanning مع الـ Enumeration مع بعض يعني يدمجون هاي الشغلتين مع بعض لان اغلب التولز تخدم يعني التولز تخدم هاي العملية مرة واحدة بس تقدر انت تتفصلها اذا تريد يعني فيه تولز متخصصة او اعدها هدف واحد من هذا الموضوع فبعد ما حددنا الخدمات الموجودة عن طريق الـ Scanning او الـ Enumeration حددنا الثغرات نختار واحدة من هذه الثغرات او مجموعة من هذه الثغرات ونعمل حملة الهجوم وننفذها نسوي Attack فنجني ما خططنا والاهداف مو صحيح شنو شان هدفنا نحاول نبني او نخطط وما جنينا من هذه الثغرات كيف راح نشن الهجوم هذا موضوع بحد ذاته موضوع كبير او احنا شرحنا على موضوع الهندسة الاجتماعية العبده وكبير يعني هل انت راح تبعث الهياب بشكل فشنج يعني عن طريق ايميل وينزله يعني يعني سوي له Scamming الى اخره او انت راح تبطي USB مثلاً وتنطي لشخص مرتشي مثلاً من داخل المنظمة او جاسوس مرتشي الى اخره وراح يعني He's gonna plug it in the PC وبعدين راح يتفرع راح ينتشر فالSocial Engineering هو الحلقة الوصل ما بين يعني الدامج دائماً يكون ما بين الامنوريشن والاسكانين وما بين توصيل الPayload او الملف الملاغم الى اخره الى اخره الى الهدف اللي مو انريده بعد ما احنا هجمنا احنا هسا في الخطوة هنا الموجودة الحاكينج نستخدم كثير طوز المتاسوبليت ممكن نشوفها غداً كثير من الطوز يسوي عملية الحاكينج راح ايضاً راح نسوي Gaining access للنظام وراح نشتماع معلومات عن النظام موجودة وراح نبقى قد اكبر قدر ممكن في النظام ممكن نسوي backdoor يعني خلي نقول ثغرة نقدر نرجع من عدها في المستقبل او نقدر نسوي Persistence يسموه انو احنا نبقى في داخل النظام بدون ما النظام يكتشفنا طبعاً نوظف اتروجن نوظف backdoor نوظف virus or warm الى اخره في كثير من الطوز ايضاً الموجودة نقدر نسويها واخيراً ليس اخراً ان هاي دورة حياة تستمر يعني مع كل صغرة ممكن تنعاد بشكل او اخر نسوي clear the tracks اللي نحاول نمحي الاثار او المخلفات او البصمات اللي عندنا حتى لا يتم يعني التعرف على المهاجم وكل مرحلة نشوفها يجد فيها ادوات الساعدنا يعني هيا هاي الفكرة عدنا ادوات هنا عدنا ادوات في هالمرحلة وادوات في كل مرحلة موجودة عدنا هنا شرحت لكم مش نحتاج بالlab setup لان راح نبلش بالعمل اللي قريب في الlab setup نحتاج hypervisor virtual يعني VMware orchestration of virtualbox اذا انت حاب تشتغل على cloud ممكن يكون عندك cloud virtual machines يعني ديقدر انت شغل virtual machines جداً سهل يعني موجود وطبيعة الاجهزة راح نستخدمها هي linux windows واندرويد virtual machines يعني اذا انت تريد linux موجود عندك ال open 2 عندك غير هات من ال virgins وعندك ال windows دائماً احنا نحب نستخدم windows 7 لان windows 7 خارج نطاق اللي يسمو end of life or end of support ففي كثير من الثغرات اللي ما تعملها patch microsoft يعني انطلع من نطاق يعني المبيعات او الدعم الفني ممكن نستخدم ويندوز 10 ايضاً ودومين كونترولر وعدنا ايضاً ال android virtual machine اي virgin يكون كافي اغلب التوزن نستخدمها هي اما تكون متفرقة في github او في مواقع معينة او تكون اغلبها موجودة في توزيعات خاصة في linux مثل الكالي والباروت خلي اشوفكم الكالي والباروت وانا منصبها عندي موجودات فعندك الكالي هذا الكالي الويب سايت الموجود للكالي ووفنسف سيكوريتي الشركة وهي منصة كاملة penetration testing distribution خاص في موضوع شن الهجمات وتستخدم كل مكان يعني هي the most popular هي اشهر وحدة موجودة في الماركت في السوق وopen source وfree دي كدرت تستخدمها ممتازة وهذا ال back ground اللي موجود وانا عندي موجودة ايضاً هنا موجودة وهذا الكالي اللي عندي الموجودة النسخة راح نشغلها عن قريب وبتجي فيها فهرسة لكل الادوات اللي تحتاجها في عملية هاي اللايف سايكل اللي شوفت لكم اياها هنا كل الادوات بتحتاجها اغلب الادوات لان في كثير من ادوات موجودة اولين هذه اللايف سايكل هي هنا مفهرسة جاهزة عندك يعني خلي اشوفكم اياها بما تشتغل احنا نتكلم اشغلت اشغلت ال virtual machine راح عندي راح يدخل يسوي login او يسوي load up لل virtual machine راح نرجع اهنا او الى الwebsite بالاحرى فشوف كثير عندنا من التوز الموجودة راح نشوفها ومجاناً طبعاً من اشهر التوز اللي بداخلها المتاسوبلويت راح نستخدمها المالتيغو للسوشال انجينيرين الانماب اللي راح نستخدمها اليوم او بكر راح نشوفها الوايرشاك راح نستخدمها definitely today وكثير من الادوات اللي هي المشهورة للواي فاي والبرب سويت ممتاز جداً في عملية الapplication والويب سيرفر hydra لعملية يعني كشف اليوزرنام جون زاريبر ايضاً تستخدم الباسوورد والاخري يعني ما نقدر نذكر كل التوز الموجودة وايضاً حتى نقدر نستخدم نسخة منها على الايفون اللي عندك الاندرويد موجود وتجي بصيغة كثير من الصيغ يعني اما تحطها يو اس بي ويشتغل على يو اس بي او على كلاود او يكون كونتينر الكونتينر بمناسبة تكنولوجيا يعني صارها كثير يعني صارها عشرة سنين هي بالماركت لكن انت انت تسوي عملية الـ يعني اللي فاهمني افتهمها ما نقسم الهاردوير نقسم الـ تشوف دائماً الكونتينر خفيفة و يعني بسرعة تشتغل والحجمها صغير وكفاءتها بكفاءة الـ اللي هي مثل هالـ فتجي عدة عدنة نسخة عدنة والموبايل عدنة والـ اللي هي نسخة الـ وهذا الـ بها اكثر من واجهة تقدر انت تسوي لها اوكي حلو تكلمنا عنها طبعاً اذا تضغط على التوز هنا عندك فهرسة لمئات اذا مو آلاف التوز يعني قد اكون يقولولي مبالغ بس اعتقد في مئات هنا على الاقل من التوز الموجودة يعني نصعد فوق مثلاً ونقسم الكياها يعني الـ هاي التوز التحتاج الـ موضوع الـ John the Ripper الـ يعني الدفاع وغيرها اتركاب لموضوع المان طبعاً ما استخدمتهم كلهم بس اغلبهم شايفهم المتاسوبلويت في موك شب هدا بكرا راح يكون او غدا راح يكون نقاشنا بهذا الموضوع وكثير من التوز اللي موجودة الاخرى TCP dump مثل ويرشارك بس على linux وغيرها و PowerShell وما اقدم اتكلم عن كل هذي الادوات الموجودة ناو احسن مثالاً ندخل للـ virtual machine الموجودة هنا ونشوف شون يكون الواجهة عندنا حتى نقفت للعملي ونستخدم الـ ويرشارك قريباً فهذه الواجهة الخلفية الموجودة لـ الـ واذا تضغط على الزاوية راح تنطي كل التوز اللي تحتاجها مفهرة حتى شوفتكم ياه هناك يعني مثلاً نجعل information gathering اللي هو reconnaissance اللي حجيت عليه طبعاً هذا الشكل يعني في داخله ايضاً تولز اخرى في مثلاً dns recon راح نستخدمها اليوم كانت جزء من الامور اللي ذكرتها في الـ objectives في البداية واذا ننزل جوه في تولز اخرى كثيرة مثلاً Unmap هذاني تولز نكتشفنا الـ host اللي موجودة Zenmap اللي هو القوي للـ Unmap وغيراً نجعل vulnerability analysis يعني هذاني تولز نستخدمها في الـ نكتوه الاعلاقة في الـ الـ web service يكتشف الثغرات في الـ web service Zenmap وكثير من الـ fuzzing tools اللي هي علاقة بقياس قدرة الـ الـ computers كيف تقاوم الـ computer بالنسبة من ناحية برمجية database passwords attacks تتاجم على موضوع الـ passwords وتسوي عملية brute force وغيرها wireless reverse engineering exploitation tools طبعاً في قلب هالمتا وعندك الـ armatage اللي هو هيكون القوي والآخر فمواضيع كثيرة الـ forensics اللي هي الأدلة الجنائية والآخر هي ما يسمى الأدلة الجنائية حتى في أدوات تسوي لك reporting يعني بشكل report جميل إذا قدر تستخدمها والـ social engineering tools في قلبها اللي هو social engineering toolkit اللي هو واحد من أشهر اللي tools اللي موجودة نحن نستخدمها طبعاً عدنا منصة أخرى يعني العلم اسمها parot جداً شبيهة بالكالي linux أيضاً تستخدم والparot اللي هو الببغاء في اللغة العربية وموجودة أيضاً في منصات كثير في cloud وكثير من distributions اللي موجودة يعني تقدر تشغلها بكثير من environments ميزة الparot إنها شوية أخف من الكالي يعني بالاستخدام الكالي يعني معبّب كثير من tools الparot أقل وطريقة file system بالparot شوية أخف يعني فتشوف حتى تحميلها أسرع يكون في كثير من الناس يفضلون يستخدمون parot على كالي خاصة إذا كان الكمبيوتر عندك هو متواضع أوكي سخلنا بدي بأول موضوع اللي هو reconnaissance راح أشوفكم بعض المواقع اللي نستخدمها اللي هو google hacking database showdown wiggle.net وهوز ونتكرافت اليوم راح نستخدم وwebsite reconnaissance tools email header analyzers DNS some DNS tools مناسبة reconnaissance هو إنه إحنا نتعرف على نظام الهدف يعني حتى لو ببساطة أنت ما استلمنتنتي أنت حاولت ترسل فالباكت معين وما أجاكرت بالمناسبة هاي معلومة جدا مهمة يعني راح تقول لك راح تقول لك إن النظام قد يكون محمي عندها firewall أو قد يكون off يعني هم راح ينطيك معلومة حتى لو ما أجدتك معلومة هي معلومة بحد ذاتها فعملية reconnaissance هي الاستطلاع وكشف المعلومة البيئة اللي موجودة اللي الهدف الموجود وتقسمنا قسمين مادام إحنا نشرحها ذا اللي هي passive reconnaissance وال passive reconnaissance تركز على موضوع جمع المعلومات يعني العامة اللي موجودة في المواقع بشكل عام في مجلات في جوجل لما تسوي جوجل يعني ما تكون أنت مخالف وما عندك trigger لأي alarm يعني ما راح تسوي انذار أو أي مشكلة يعني ما عندك أمور قانونية راح تكون أنت تحتها وما ظلت هاي الأمور قانونية ال active reconnaissance قد يكون هناك في تفاعل مع ال target فتحتاج ترسل مثلا معلومات أو تسوي ping أو تسوي reconnaissance active فرح تتفاعل مع ال target هنا راح يكون عندك هذا الخط أنت تجاوزته فممكن يسبب لك مشاكل حسب الموضوع اللي أنت راح تنفده أوكي فأعتقد هاي الصفحة الأخيرة قبل منتجه العملي فحاولت بشكل سريع هنا أرسمه هذا موضوع في ال powerpoint اللي شنو بيئة العمل راح تكون عندنا راح يكون عندنا هنا cal و linux box هاي الحمر الأحمر لأن هذا الهجوم راح يكون أكثر من ال cal موجود وعدنا عدة virtual machines عندنا ويندوز 10 و ويندوز 7 عندنا المتا سيبلويتابل ماشين باي رابت 7 شركة زمان رابت 7 هاي المتا سيبلويتابل هي ماشين already هي vulnerable يعني هي أصلا ماشين هي victim ضحية هما مصنعيك ياه حتى أنت تسوي تجارب مثل ما الكالي مصنعيك ياه حتى أنت تهجم من عنده فالعكس فماشين جاهزة بها ثغرات مناسبة حتى تقدر أنت تسوي exercise للأفكار أو عدنا ويندوز 10 ويندوز 10 controller machine يعني مثل DC اللي domain controller عدنا الopen pass أعتقد أن نرجع له بهات الحلقة بالكي تشتغل عدنا الماشين وعدنا الأندرويد هنا وعدنا كثير من الماشين الأخرى ما ذكرتها بس هالسلايد راح نشوفها بأكثر من مرة على قد ما شنو نوع الexercise راح نسوي طبعا هاي البيئة كلها مخلوقة في الworkstation الVMA workstation وساق قاعدة على طوب على الويندوز 10 host virtual machine وطبيعة الشبكة الموجودة هي bridge يعني الIP اللي يجي التوزع بالDHCP لكل هالأجهزة هو نفس الIP اللي على الشبكة الرئيسية اللي يجي من الراوتر البيئة اللي عندي من الISP طبعا فمن نطلع من هاي الشبكة هاي المغلقة الشبكة المغلقة هنا من راح نطلع منها راح وين تتجه يتجه الى الانترنت وعن طريق الانترنت عندي أيضا ماشين هي ويندوز 10 بالAzure راح نستخدمها أيضا في عمالة الهجوم غدا حتى نشوف شوان نقدر نتحكم في ماشين واحنا لوكالي اللي هي ويندوز 10 virtual machine وايضا من الانترنت راح ننطلق لمجموعة من الويبسايت اللي يعني بسيطة نقدر أيضا ننفذ بعض هذه الطوز اللي هي موجودة هناك راح نشوفها اوكي اعتقد الوقت هسا كفاية خلينا نتجه شوي الى الجانب العملي الان اوكي فأول شغلة يعني خلينا بس لحظة خلي احول عندي على الاتجاه الثاني باسترون بوصف اشتركوا في القناة 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 إذا سوي هنا إيدي شوف بالتايتل طلعت لي كلمة Logan هذا التايتل من البيج يجي هنا دائما بس لأنه عندي هواية tabs ما نشوفها أحنا فبالتايتل شريكي طلع لي كلمة Logan وهذه هي أيضا اللي هي طلعت لي لأن الموقع بسيط فما طلعت لي مواقع إذا أكتب مثلا إذا أذكر مثلا كلمة facebook.com مثلا راح يطلع لي صفحات كثيرة لأن كل هذني الصفحات فيهن راح تلقي كلمة Logan موجودة فيهن فهذا تخصص أنت مصحيح مثلا راح تبحث آني عن file خلي نقول file type وريد أن يكون نوع file type powerpoint مثل هذا اللي أنا يظهر تاعتكم خلي نشوف أكوي إيش معلومة طلعت لي وحدة شوف حتى الpowerpoint طلع لي إنه في file أقدر أسوي إلى download آني هنا أحتاجه فهذا نخصص إحنا في عملية البحث هنا موجود أوكي شنو نقدر نبحث طيب إحنا هاي من جهة إذا أنت تريد تدخل في هذا العالم البحث وما تريد تتعب وتريد أمور سهلة يعني تقول أنا يعني lazy I want something ready وشي يساعدني موجود كثير من المواقع يقدر تساعدك على هذا واحدة من أشهر الأدوات اللي هي إذا أنت سميتها صحيح اللي هي google hacking database طبعا طلعت لي هاي لأن من تكثر search يشك بيك الموقع الgoogle يشك بيك فأضغط هنا حتى أتجاوز هاي المحنة فالgoogle hacking database بالحقيقة هي مو database هي مو hacking database هي فحرسة لكثير من الكلمات اللي إحنا مثل ما كتبناها مجهزة لك إيها صافية يعني جاهزة لك أو مفردات البحث ويوجد أيضا طبعا هي هم بيها ثغرات خلي أطلع منها بس لها خلي وديكم على أيضا فيها يعني ثغرات جاهزة كاملة ديقدر أنت تستخدمها يعني مثلا هنا هذا يوم 15-9 هذا ظهر يعني هذا اليوم بعد الإعلاقة بال remote code execution يعني تنفذ برنامج أنت عن بعد ودقدر تخترق لها نوعيتها web app وهذا author وهذا multiple platforms يعني يشتغل مثلا على Linux على Windows فإذا أضغط عليه رح ينطني الكود الموجود طبعا غد يكون بالPython أو بالC إلى آخره وأقدر نزل منها ويقول لك إذا إذا واحد نفذ ويقول لك حتى CVE مالت اللي هي قبل شوية ذكرناها طبعا هناك أعدة فهرس للCVE يعني واحدة منهن هاي شوفتكم إياها آني وهاي أخرى من NIST خاصة بNIST فينطيك تفاصيل بس بين وطبعا هاي بالناسبة معناه خطر بس بينما أنه جديد بعد معلومات بسيطة بي يعني بعد ما اكتملت المعلومات أعتقد معلومات يجوز أكثر تتكامل لما يظهر هذا البرنامج عندنا بنرجع على Google Hacking Database بنرجع على الدوركس طبعا هاي عملية البحث هاي الكلمات اللي قلت لكم عليه تسمى دورك دورك يعني هذان يقدامنا دوركس فمثلا أنا ذبحث عن معلومة اللي إلا علاقة بالSYM SYM اللي هي System Money السيسمون File System مع الويندوز وأضغط عليها رح ينطيني هنا التفاصيل الدورك المعين اللي هو هذا طبعا تقدر تضغط علي مباشرة بلا ما تتعب وتروح أنت تكتبه فإذا أضغط عليها رح يأخذني صفحة جديدة يقول لي كل الدوكيمنت اللي بيها كلمة SYSMون 404 Root فمثلا أضغط على واحدة مثلا هاي بيطلع لي فايلات طبعا على الroot فولدر اللي مفروض أنا ما أشوفها يعني قد تكون Backups قد يكون Backup احنا ما نعرف وطبيعة السيستم مننا ده أشوفها Linux لين بي الـ Et cetera فولدر وباللايبري إلى آخره وبمعلومات السيس وغيرها فشفنا معلومة احنا من المفروض احنا ما نشوفها لكن بسبب يعني قدرة الجوجل المعقدة على البحث والأدوات والـ Operators قدرت أشوفها واحدة من الأمور اللي حبوها دائما من الطلاب هي الويب كام غير نعطيكم على الويب كام بويب كام part of the various online devices راح أشوفكم الفهرة سهزة قريب مثلا إذا ضغطت على ويب كام أغلبهم اللي هي على port 8080 اشتغلن بس مو شرط أضغط على هذا راح يأخذني إلى دورك بالناسبة راح أستنسخ قدت لكم هذا هي يعني مجرد سترينج للبحث واكتب هنا وأضغط طلعت لي كل الكاميرات اللي بيها ويب كام اكس بي هذا السوفتوير الموجود ونعيتها وعلى port 8080 اشتغلن وطلع لي كل واحد اللي بالتايتل مصحح اللي بالتايتل نعم تجي بالتايتل تلقى هنا اللي هو الويب كام اكس بي موجودة يعني من شوي شوي تتعلم راح تعرف شوان تبحث مثلا إذا ضغطت على هذا ثاني واحد هنا ويب كام راح تشوف هنانا عندنا ويب كام نقل حي بس ما عرف ما واضحة كلش الصورة بس ويب كام طبعا هذا منزل البيت هذا صراحة يعني معلومات وطبعا التاريخ اليوم والوقت والوقت ينطيك يعني هذا وقت بعدنا فممكن يكون في آسيا لأن الساعة 12 عندهم هالسا حاليا أوكي كاميرا أخرى هاي الكاميرا أنا صار لي تقريبا ست شهور أشوفها موجودة يعني هذول الجماعة ما سكروها والله ما أعرف المهم فهاي موجودة أعتقد في الدول أوروبا الشرقية وفيها عدة sources تقدر أنت تبحث بها يعني عدة تصوير وكاميرا الظاهر سيتي يعني بلدية موجودة على عدة منافذ حتى أتذكر في منفذ كبير يعني هاشو منفذ المدينة نطلع من هاي الكاميرا ونروح على كاميرا أخرى مثلا هاي الكاميرا احنا طبعا إن شاء الله ما تجينا مفاجآت لأن مرات تلقى كاميرات فيها مفاجآت طبعا هذي سوي ولما تدخل على موقع كاميرا الحلو بالموضوع مرة تدخل تقدر أنت نفسك تغير الـ username و password شون راح تغير الـ password يعني تتسوي login انت هنا not logged in تجي تعرف نوعية الكاميرا الموجودة في السيستم فأجي أنا أخذ copy شوف شون التفرع بـ اخذ الـ copy مننا وراح أتكتب الـ ويبكاب 5 وكتب default username and password تعرف احنا ما تغير الـ password ما للمودم الآخر فالـ XP5 اللي هو موجود الـ username والـ password دائما admin 123456 أو router pass فإذا أنا هزا أدخل وأجرب من الممكن من الممكن بس احنا ما رد نتجاوز يعني الموضوع أدخل على الكاميرا وسوي block out للشخاص اللي حقيقية موجودة ما خليهم بعد يدخلهم وبعدين لازم يتسطن بالشركة أو هم ينزلوها ويسوي لها رسيات manually عن طريق يعني دقمة معينة اكتشفها طبعا إذا أرجع منها شوية من تبحث عن various online devices تظهر لك menu هنا ويقول لك يعني في فهرسة يعني خلي نقول داخلية مع معلومات أخرى إذا أنت تبحث عنها مثلا نريد نبحث عن يعني ما بالي شي معين بس مثلا خلي نقول إذا أنزل شوية مثلا networking or vulnerability data خلنا أخذ مثلا هاي بس أنا كاتب webcam خليشي للفلتر فراح تشوف أنت عندك جاتني معلومات كثيرة بس المشكلة لازم نعرف إحنا شي نريد نطلع منها مثلا يعني مقدر نختار مثلا هذا هنا zap scanning report بمناسبة مثل open vas بس بعد متشعب أكثر يعني saw tool متشعب جدا جدا يعني موجودة تنزل على Linux وعلى Windows أيضا فحضغط على alert report رح يطلع لي Google وقتنا مو كافي واضغط على هذا شوف طلع لي scan واشقد عدد vulnerabilities في هذا system اللي هو هاي الشركة اللي هي sagarpareek.com يعني شركة معينة فإذا أشيل هذا رح أعرف هاي الشركة وين وشنو يعني شغلها إلى آخره وإذا أنت كانت من ضمن الهدف ماتك البحث رح تقدر أنت تستفاد يعني ظاهر الشركة يعني آسيوية الآخره أشوف أسماء هنا آسيوية الآخره في المهم أحدا نشوفك بشكل عام كيف تعمل هذه الأمور طبعا كثير من الأمور يعني أنت تكتب أيضا معلومة معينة خاصة بك مثلا أجي هنا أكتب index of passwords يعني يعني أريد طلع صفحة بها الفهرس مال password dot مثلا يعني خليني أختار هال يامل اللي هو واحدة من الفهرسات وهضغط على الموجود و و و ها يشوف هنا عندي رح تطلع الكثير من الباسوات مريت على هالصفحة سابقا اليوم فشفت أنه عدنا 50 new user passwords موجودة هنا فإذا أضغط هنا طبعا هاي email بحد ذات هي أصلا معلومة مفيدة بس ممكن أخذ Excel أعتقد هذا شفنا الآن ممكن doc ما موجودة وتقدر تكتشف كثير معلومات أخرى يعني إحنا مريد نطول بها بس بي كثير معلومات password member ID and password member ID and password حتى المدينة وين مولود الشخص الأخري فمعلومات جدا كثيرة تقدر أنت تطلع ها من هذا الموضوع قد تعتقد هذا كافي لكن في مواقع بعد أكثر متخصصة في هذا الموضوع واحد من هذه المواقع اللي هي شودان شودان موقع متخصص في كل الأجهزة وما يبحث بس على الweb content يبحث حتى على الbanners ومعلومات أخرى أو على public IP addresses يقدر يجلب لك معلومات خيالية من كل العالم طبعا تتساوي sign up يطوك يعني username وpassword يسوي عدهم ويطوك access to maybe 10 search يقدر تدفع لك 50 دولار أو رقم يعني مو كل شي جبير يقدر تتمتع بكل المزايا الموجودة عندهم يعني مثلا إذا تروح إنت على shodan هنا بالبداية maybe explore يعني حتى industry control system محطات النووية والمحطات المياه والكهرباء database network infrastructure كلها تقدر أنت تشوف شنو بداخلها وطبعا من ضمنها حتى هذا الwebcam الشيف ناقب شوية اللي هو 5 ممكن أعتقد تشان webcam 5 XP تقدر أيضا أنت تشوف ها موجودة أو webcam مثلا بس webcam يطلع لك الwebcams الموجودة طبعا نتفهر لك هذا بشكل أدق بعد يعني حتى الIP من يعني مثلا عندنا بالصين 831 webcam ممكن يكون هاي واحدة من هنا possible وطبعا مات HTTP result 200 يعني موضبط موجود وعندك من India وعندك top ports 80 81 هذن أكثر ports موجودات مفتوحات للكاميرات النقل الحي وغيرها تقدر تبحث مو بس كاميرات لكثير من الأمور فدائما قوتك في الباحث عن المعلومات العامة هي في الفلاتر يعني هنا شنو راح تكتب هنا مثلا أنا نبحث عن webcam وإذا خصص بال city مثلا أقول هالفلتر شوف الفلتر هنا يلعب دور واكتب نيويورك ألا أفو هندي آني لازم أغير التكست نيويورك صار عربي نيويورك فخلي نبحث ونشوف إذا أقل شي نعم فجاب لي هنا سبعة بس الويب كام اللي متعلق في مدينة نيويورك وأيضا الـ response 200 طبعا ما أريد أن ندخل بيهن لأن مثلا هذا unauthorized ما أقدر أدخل بيهن مثلا ذني من الممكن أنه أقدر أدخل بيهن ويطكنوا على Apache الموجود والأيجنس وإلى آخر في معلومات كثيرة كثيرة تقدر تسويها يعني مثلا تقدر تدخل على موضوع للترافك يعني إشارات إشارات المرور يعني تخيل أنت تدخل على وتغير من أخضر إلى أحمر أو من أحمر إلى أخضر إشارات المرور يعني تقدر تدخل على بولند بالمنوع سبب بولند يعني دائما دول أوروبا الشرقية وآسيا أكثر شي دائما يكون هذا عمليات الـ authentication كله يرجع على موضوع authentication ما يوجد وإذا موجود الـ راح معلومات نقدر نبحث عنها في موضوع لفة انتباهي وحبيت شارك وياكم اللي هو موضوع الحقيقة أيضا يعني طبعا في كثير من المواقع فهرسة لهذه الـ ويبسايت اللي تبطيك الـ وحدة منهم موقع جدا حلو عجبني اسمه wiggle.net ما عرف بعض سامعين في أو لا هذا الموقع ينطيك شكو شبكة الموجودة فيها يعني قد تكون تقول لي شنها المعلومة احنا شرح نستفاد من عدها لا أي شبكة واي فاي موجودة شوف هيا قريب على منطقتي ساكن فيها إذا أضغط فيها رح ينطيني طبعا لازم يسوي login وطبعا مناسبة يطيك بس 3-4 tries فما عدنا مجال كتير نقدر نبحث بي إلا أن تشترك معاهم بس يشوف هنا شي يقول لك عدنا الواي فاي نتورك شوف كم مليون عندك ما اكتشف واي فاي observers واي فاي today bluetooth cell towers يعني شوف حتى السيارات الموجودة في الشارع مثلا تسلا تمشي autopilots كلها يعني هزا في أمريكا وكندا عدنا كثير يعني هاي مراكز الشحن مالة وغيرها يعني وإلى آخر هي فراح اضغط مثلا على شبكة هنا راح تشوف الس اي دي طبعا حتى انا بيتي لقيت موجود بمناسبة وليقيت مانتي الس اي دي موجود وعملية كشف هن راح اصول فيكم شون يسووها بسيطة جدا هي وطبعا مثلا انت تكتشف انه هنا يستخدمون فإن كريبشن معين ضعيف فانت ش سوي تروح لها المنطقة وقدرت تسوق معلومات خاصة اذا كان شركة او لآخر هي انا رحت على شون احنا نقول ستاربوكس يعني محل احنا نسمي تم هورتنز في كندا وقدرت اخذ طبعا منحة كنك راح تعرف الSSID لعدم الBSSID فتقدر تيجي تبحث هنا واني بحثت عنه صراحة لقيت فجيت هنا بحثت حطيت الSSID اللي هو ينتهي يبدي بE6 نعم هو هذا فكتبت كويري ان شاء الله موجود بعده فانطان هي انطاني انه الموقع اللي هو اللي انت كنت مكنك عليه بهذا طبعا من اضغط عليها يطاني معلومة اكثر عن هذا المطعم او هذا الكوفي شوب بس انطاني فينطيك معلومات اخرى وينطيك بالخريطة مكانه وين وطبعا شن الفائدة من عنده انت من تكون مكنك بالبيت على الواي فاي من تخرج من البيت الجهازك السيل فون يظل يسوي بروتكاست للBSSID من البيتك حتى لو انبدو لعنك انت ما تدري فاذا تروح الى مجمع موض وتستخدم الشبكة العامة راح يكون ماتك الBSSID مكشوف للظاهر لان هناك ما يستخدمون لان ما يكون انكريبشن يعني تستخدم الPublic Network وما عندك انكريبشن فاذا قدر شخص متخصص يشوف الBSSID ويكتبه هنا بالموقع هذا البحث يقدر يعرف مكان بيتك يعني شو شوان السلسلة تشوفون شوان السلسلة هي تصير متواصلة فيعني الموضوع كله متواصل يعني متصل طبعا كيف يقوم وعدهم tools ينزلون app على الاندرويد ويمشون بالسيارة يروحون مناطق كثير وكلما يكتشفون شبكة السجل يعني كلما يكتشفون منطقة شبس هي قريبة على المنطقة كل الSSID الموجودة مع الواي فاي فيكتشفون مناطق ويسجلوها ورفعوها لل repository وظل مسجلة وعادة احنا نغير الفريقونسي ولا نغير يعني نقدر احنا نعتبر من المواضيع ايضا يعني من الصفحات المهمة تقدر تستخدم خاصة في مجال الواي فاي حلو فشفنا shodan بشكل بسيط وشفنا tigle.net وشفنا google hacking database يعني هذان يوحد كل واحدة محاضرة موضوع اخر ايضا اللي هو tools يعني اذا انت عندك دومين معين وريد تكتشف معلومات اكتر عنه يعني مثل ما قلنا احنا اليوم ريد نكتشف عن التارget الwho's ينطيك معلومات public عامة ممتازة جدا يعني مثلا اذا اكتب cbc موجود هنا .ca راح اقدر اطلع معلومات عن هذا الدومين المعين يعني canadian broadcast corporation طبعا هي اذاعة وانا اعرف اشخاص بيها وسألتهم اخدت الاذن منعدهم حتى اقدر اسوي penetration testing عليهم هذن dns servers وموقعها بtoronto هذا عنوان الشركة هذا تليفونهم حتى اشخاص يعني شوف هنا administrative contact يعني بفكل بسيط يعني انا ما سويت magical حد الان مجرد كتبت الاسم الشركة وطلعت لي karen steven canadian broadcast company همينا بنفس العنوان وتليفونات وإلى آخره وهي road data اللي هي ترجمت وظهرت بهذا الشكل اللي عندنا احنا هنا فوق مو صحيح فكثير من المعلومات تقدر انت تطلعها طبعا هم ماشي يستخدمون هنا انا اريد تشوف السيرفر نوعيته ما قدرت تشوف صراحة بس كان عندي اهتمام اشوف السيرفر بس ما عن طاني سيرفر المهم الرجسترار المسجل عنده هاي معلومات خلينا ننتجه شوية للعملي بالكالي لنغير الجو خلي شوفكم بعض التوز اللي هي موجودة قصة منها موجودة انت تحتاجها فهالكالي يعني انت راح تفتح هنا shell هالكثر طريقة تتعامل معها مع اللينكس هو عن طريق shell واني هنا مسوي shortcut حتى افتح road term لمباشرة لانت تعرف كل الوامر باللينكس يعني ففتحت shell مباشرة احتاجها راح اسوي zoom in هنا وحقسم الشاشة الى قسمين حتى تكون عندي معلومة بالجهتين لان مرات معلومة هنا اني مستمر بها ما دقاطعها وايضا راح اكبر الشاشة بهذه الجهة عندنا zoom in واناظر zoom in ان شاء الله تكون عندكم واضح الشاشة هسا راح نستخدم اول tool اسمه dns recon dns recon طبعا صار ازرق معنى انه شنو انه هذا tool موجود وذا ما كان موجود بساطة تكتب apt get dns recon مصحيح و apt get install خلنا نزلها طبعا فيه كثير من التختلف من توزيع بس انا عندي already موجود فما راح احتاج انصب ها يعني العلم الارت تنصب ها فراح نستخدم dns recon راح طبعا بيها help بس اذا تكتب switch d معنى انه شنو معنى انه انت تريد تحط دومين معين راح نكتب cbc.ca هنا فراح يجيب لي معلومات لها علاقة في dns عن طريق الاسم يعني مثلا خلن نرجع هو هو tool اسم dns recon انطاني معلومات مفيدة جدا مثل ما قال المهندس احمد يعني dns موضوع مهم جدا لاني صار ب poison كتير و خطر يعني هو العامود الفقري لعملية resolve للمواقع الIP اللي موجود في الشركة سواء كان forward or reverse look up وإلى آخره فجاب لي معلومات جدا كثيرة احنا ما نقدر نبحر فيها بس حتى الSRV records او text records لذا عندي control spamming الى آخره خليني يعرف بس الIP من شنو هو ifconfig نعرف احنا نشتغل ifconfig هو امر ينطيك الIP العفو الكارت الموجودة وعندي اول كارت اللي هو Ethernet 0 هذا الIP 192.168.0.21 هذا الIP الموجود ف21 لأن داما عندي DHCP مرات يتغير فانطاني معلومات حلوة مهمة جدا خلنرجع الى الويب سايت هنا ونشوف عدنا tools اخرى في DNS نعم عدنا DNS dumpster وهذا tool visualize يعني اذا انت ما عجبك black screen تقدر تجي هنا ممتاز يعني فاكتب cbc.ca tools لأن الجزء الشبير هو reconnaissance و DNS بالمناسبة يعني هذا جزء واحد من الاجزاء الرئيسية فنشوف هنا عدنا طلع لي كل الاماكن ال DNS الموجودة لخص هذا الموقع ونشوف ها دائما في نورث امريكا أو كندا وطبعا تقدر انت تضغط على احد يوديك على dns servers ومعلومات اخرى كثيرة ودقدر ايضا تنزل جو نعم تقدر تسوي view للغراف ينطيك ايضا مفصل وتسوي للdownload ايضا export SPNG افضل صورة راح تطلع عنه فتاخذ وقت يسوي لها render ورح تعرف انت هذا ال domain عندك ونفتحها راح تعرف هذا ال domain عندك شنو الاجهزة المربوطة بي كل ال subdomains يعني شوف كلهن CBC 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 يعني فالشي خيالي يعني يعني اذا انت كنت فرحان انت عندك الفرح مئة بالمئة لان انت قدرت تكتشف كل ال subdomains الموجودة في هذا الموقع طبعا ننزل هاي الشاشة ونتجه الى tool اخر طبعا كثير من tools الموجودة مثلا عندنا tool خلن نرجع من عدة من tools خلينا نشوف اكو tool اسم هذا harvester ايضا اذا ما موجودة تقدر تكتب apt-get install the harvester هذه tool تبحث في عدة مواقع تقدر تخصص resources اللي تريدها انت المواقع وتقدر ايضا تجيب معلومات مفيدة يعني cbc.ca وحط المصادر مثلا ما قلت لكم مثلا اريد ابحث من الbing اريد ابحث من الياهو اريد ابحث من url scan يعني كثير من امور تقدر تشوف مواقع الموجودة في كل لحظة وطبعا هو شي يجيب لك يجيب لك معلومات مهمة جدا عن اللينكات ايميلات عدة مصادر مختلفة خلنا نضغط انتر ونشوف طبعا قام نشتغل هنا عندي وهذا البانر مالتي بعد جاب لي معلومات كثيرة يعني والله جاب لي معلومات كثيرة جاب لي كثير من الIP addresses اعتقد الSubdomains اذا لو انا حاط linkedin كان جاب لي ايميلات وعناوين لأشخاص معينة في داخل المنظمة وإلى آخر فهاي ايضا تول مهمة جدا ومشهورة تشوفها دائما يستخدموها في عملية الReconnaissance اوكي تول اخرى متخصصة في Subdomains قلت لك احنا عندنا هنا Tools built لازم عندك انت يعني حزام خاص وحتكون ثقيل يعني بالأدوات يعني ما فيه تول معينة شوف انها كل تول هي متخصصة في شي يعني عندك سبليستر سب اعتقد كان اسمه سبليست اعتقد ثري آر نعم بالضبط سبليستر وايضا تحدد دومين تريد تسوي انت وهو اذا ما تحص خصص المصادر هو رح يبحث لك رح يشوف هو يخصص لك اضاف لك المواقع رح يبحث منعدها وراح يجيب لك كل المعلومات لأعلاقة في مثلا يعني شن الملفات المشبوهة في هذي الموقع السب دومينز متخصص في السب دومينز شوف سو لي بلوك في مشكلة سو لي بلوك خل مكتب مكان آخر وانت من تلح على مكان رح يسوي لك طبعا now is blocking your request that's okay طبعا هذا ياخد وقت لا تنسي يعني انت انت تسوي هس ماذا يطلع لي الظاهر اكو مشكلة بالموقع سو لي block لل request على هذا الموقع هذا okay شوف انت كهس penetration tester لازم تقول okay هذا tool ما اشتغل خل استخدم tool اخرى فتروح تسوي tool تجي على cali وتروح على reconnaissance وشوف شون tool اللي ممكن اقدر استخدمها مثلا like scan الاخرية فلازم انت عندك القدرة انك تتنام وصحيح قلت لك tool المناسبة في الوقت المناسب اللي انت لازم تستخدمها طبعا شوي الوقت اخذنا نتعرفكم على tool اخرى اللي كان هو المفروض قلب اليوم الموضوع اليوم وهذه tool اسمها wire shark خلي شوي اخذكم جولة في wire shark حتى نقدر يعني ان شاء الله اذا قدرنا ننهي الموضوع في wire shark طبعا انت قلب الموضوع انك انت تتعرف على اش دايصير بال transmission يعني بالميديا بالwire شنو دايصير او بالواي فاي في wire shark tool open source tool مهمة جدا يعني تنطيك تعرفك تقول لك شلون دايشتغل TCP شنو بداخل الباكت يعني بعض المهندسون يصورون انه اداة هي للشباكات فقط لكن بالحقيقة هي اداة حتى في cyber security ومختصي cyber security يستخدموها تقدر تنزلها على اكثر من platform سواء تنزلها انت على الكالي يعني تقدر تقول هنا apt get install wire shark بما اني منصبها عندي فموجودة راح نزل هاي تلقى الwire shark موجود اذا اكد اكتب هنا wire shark راح القى اول tool موجودة انا راح استخدمها هنا وراح استخدمها ايضا عندي منصبها انا على windows وانتي ماشين فهذا الwire shark طبعا منتج تنصبها هشوف بك الموقع مالتها هذا الwire shark وفيه مصادر حلوة يعني تقدر تتعلم من عندهم كثير من documentation موجود وهذا windows installer والmac ايضا والlinux والاخر تقدر تنصب ها الطول هاي فضيعة يعني تقدر طبعا بها يعني ما تقدر تعلم كل شي فيالين كل شي متشعبة بس يعني كثير من الامور نقدر نسويها مثلا انت تتراسل الشخص او عندك شركتك تتراسل جهة معينة ومدى يوصل لل packet تعرف وين المشكلة تروح الwire shark تعرف شن صار شن المشكلة يعني هاي واحدة من الامور اللي نقدر نستخدمها في موضوع الwire shark في كثير من المواوع نستخدمها خاصة الموضوع السيكوريتي والواي فاي عفو موضوع السايبر سيكوريتي وموضوع الانترنت نفسه خلي نفتح البرنامج الwire shark حتى نشوفكم شوية امور عنه الwire shark يفتح وهاي الصفحة الاولى الرئيسية بي راح يحدد لك شنو على يا كارد انت تريد تسوي يعني منفذ انت تريد تسوي capturing الانفورميشن فشوف ان انا عندي اكتيفتي على two كاردز هنا والبقية ساكتة لا بها اي اكتيفتي نورمالي احنا دائما بالبيت وانت تستخدم الواي فاي فموضوع الواي فاي هو اللي هيكون اكثر اللي هو الاستخدام ديقر تلتقط طبعا الواي فاي ديقر تستخدم على شكل monitor mode ويعني مثل ما يشبوهون ترفع موجودة فتقدر هذا الموضوع ايضا نسوي هذي يسموه monitor mode او انت مجرد تشغله تضغط وراح هو يجيبك الى الصفحة هاي يشوف بما انه احنا نتراسل طبعا يعني هسا 193 هو المنصة الزوم واضحة و بما احنا نتراسل انا احسف الزوم فانا موجود 14 وهذا هو حاليا موجود طبعا خنفهمكم شنو هذو ويرشارك شون يشتغل الويرشارك كبير جدا يعني يعني شوف احنا خلال ثواني التقطنا مايقارب ال 26 الف باكت سوفار تخيل رح اوقف حتى نقدر نشوف شنو موجود لان موضوع كبير وعندي هاي هنا اقدر اسوي له all the way to the up رح نشوف هاي بيئة الويرشارك الويرشارك تلتقط لك تنطيك الفهرسة الرقم وتنطيك الوقت للمعلومة اللي جلبها السورس IP والدستينايشن IP ونوع البروتوكول النوع البروتوكول الموجود هلنشوف هاي اغغيها hide اوكي ممتاز خلصنا من هالمشكلة اوكي فعدنا البروتوكول وعدنا الانفورميشن الموجودة واللنف ودقدر انت تضيف طبعا كثير من الامور الميزة انه انت تبحث في كل باكت موجودة كان في الويرشارك يعني مثلا اذا اضغط على هذا الباكت هذا المعين اقدر رح يطلع لي بالاسفل اقدر انه ابحث في داخل هالباكت الصار بما انه UDP يعني مو تي سي بي فراح افتح الفرايم رح يطني معلومات عامة عن هاي الفرايم يعني الوقت الفرايم شنو معلومات شنو النوع البروتوكول المستخدمة مثلا عندي ايثرنت عندي UDP هنا مستخدم شوف وIP ايضا فراح اغلقها وراح اروح على الانترنت بروتوكول هذا ينطيك السورس IP والدستينايشن IP IP version 4 منستخدم مو سكسي هنا الشيكسام للverification والدستينايشن الادرس الى اخره اذا اغلقها رح ينطيك الUDP البروتات فالدستينايشن بورت اللي احنا هسا على زوم دي نتناقش به مالتي البروت الداخلي الامالتي اللي ارسل من عنده 594995 والدستينايشن على الزوم اللي 8801 طبعا ها معلومات سرية مفرومات نعرف بس يعني يعني هي البروت هذا مو كل شي يعني نقدر عاد اللي موجود قدامنا الداتا الموجودة مشفرة يعني هسا وقدركم انا كل شيء اليوم طبعا الويرشارك يلتقط كثير بمعلومات بس اغلب المعلومات اللي حيلتقتها هي مشفرة يعني هنا هذا طبعا المشفرة عن طريق symmetric encryption لأن عملية TLS الhand shake الصير هي asymmetric يعني two keys نستخدم بينما لما نتناصر بالمعلومات راح نحول الى symmetric طبعا هذا معلومات بسيطة خلينا نجرب بعض الامور طبعا هنا انا اخذك بالnavigation pane نقدر احنا طبعا نسوي start و stop مثلا اذا اضغط على هنا راح يقول اوكي do you wanna start again to start capturing نعم التقط من جديد فيبدي يلتقط انت فيظل يلتقط طبعما انه هسا احنا streaming فهواية عندنا تطلع فنسوي stop فهاي اللي هو قدر يلتقط مع المعلومات اللي موجودة تقدر طبعا انت تخزنها على شكل اللي انت تختار كثير من الفايل تشتغل على كثير من انظمة تقدر انت تخزنها وحتى تقدر تحللها وتشاركها مع الشخص المناسب بعدها تنقسم الصفحة لثلاث صفحات اللي هي هنا الحقيقية هنا يشرح لك على الموجودة وجوه عندك الحقيقية بالحكسا و بالاسكي كود ايضا فيعني هاي الداتا هسا تمثيل هالبياني الحقيقي بالحكسا ديسمال اللي هي هاي وبالاسكي هي هاي لكن هي مشفرة ما نقدر نستفاد منها الى ان نفتح تشفير هذه المعلومات ينطيك ايضا التايمستامب يعني التايمستامب الوقت اللي صار بي يعني هذا التايمستامب من الثانية صفر الى هاي يعني شوف انت اشقد الوقت هو الاستغرق هاي حتى يسوي هذا سبع ثواني ونص تقريبا قدر يلتقط خمستالاف باكت تخيل يعني موضوع كبير جدا يعني فمن هذا السبب نحتاج نحتاج وغيرها من اللي موجودة خلينا شوية يعني نشوفكم اكثر عن خليني اشوفكم طبعا هنا عرفتكم على الهدى الكلوم اللي هي الرقم وطولها خليني ادخل على الموجود واعرف شونا الIP موجود واحنا عرفنا الIP هو 14 هنا هذا الIP اللي استخدم على الواي فاي لان نلقب شوية شفنا فايش اشوف هنا 14 معنا هذا من جهازي اقدر اخصص بعد اكثر اقول مثلا ip dot address شوف هاي الفلتر يسموها 192 168 dot 0 dot 14 فمن الغط عليها يطلع لي اي packet سواء source address او destination كان الى علاقة بشنو بالهذا الIP اللي هنا موجود القوة مال وير شارك هي وين بال فلتر طبعا اكو نوعي من الفلتر اكو display فلتر هنا واكو capture فلتر يعني شوان يقول المثل بالعربي نبحث عن اوبرا في كومة قش مصحيح يعني اعتقد هذا المثل هو احنا هذا نسوي ال display فلتر يعرض لك المعلومات بعد ما انت حصلت عليها ال capture فلتر يبحث لك على المعلومات او يفلتر لك المعلومات وما يسوي لها capture هنا نحط ها من البداية فأنا هختار الواي فاي راح اجي مباشرة المعلومات اللي هي تخص ال ip address مالتي طبعا ip address اعتقد ال ip address هنا ما ينكتب في هالشكل ممكن نقول host هنا لان يختلف الفلتر host ما نحتاج ال logic نعم من يصير اخضر معنا قبل الفلتر من يصير احمر يعني الفلتر ما قبل فرا اكتب هذا الفلتر راح اكتب دوس على الواي فاي راح شوف only this ip address بداخل الفلتر لان احنا يكون عدنا كثير من الفلتر قد يكون عدنا موجودة فبس هذا الفلتر بس يلتقط ما يتعلق بهذا الفلتر ما احسا ذا وقف هنا اقدر اكتب ايضا display filter وقول ايضا خصص لي بس هذا ال ip اريد من عنده التقط بس بس من port 53 يعني dns خلينا شوف فريح التقط لي بس udp او dns او port 53 شوف هنا الport اي اشي العلاقة port 53 اللي هو udp قدر يلتقط لي اوكي بعد شنو نقدر نسوي يعني لا تنسى يعني عندكدر تستخدم logical operator يعني عندكدر تقول هنا مثلا اريد ip dot طبعا لازم نسكر لان هسا عدنا احنا capture filter لا تنسى لان راح تغير المعلومات عدنا ونرجع مرة اخرى هنا ونختار هذا ال wifi ونقدر نقول اريد ip dot address equal equal 192 168 dot 0 dot 14 وسوي logical operator 192 168 dot 0 dot 18 مثلا طبعا لازم اخصص انه هذا ip حتى يعرف ip dot address equal equal طاني اخضر معناه صحيح راح اضغط نعم بالفعل ما عندي يعني ip 14 بس انا حددت انه اريد اثنين لازم يكون بالعملية المراسلة بالsource أو بالdestination بس ما عندي فما ظهر لي الport يعني tcp port مثلا أو udp port udp port dot port حتى portات نقدر نحدد equals 53 ما جاب لأيشي إلي علاقة بال udp port 53 زي مثلا نقدر نخصص tcp port dot port equal equal خلنقل 80 81 ما جاب لي أي معلومة إلي علاقة بال tcp port لأن هو udp كان احنا عندنا منصة الزوم بهذا الport وإلى آخر فطلع راح تشوف راح يظهر عندك راح يزول capture و capture وهذا الموضوع قبل شفنا اللي هو captures اللي علاقة هذا Discipline filter و ذاك capture filter طلع أنا حبيت رتشوفكم شون تقدر تجيب الكي منا تخترق بس اعتقد شوية وقت نضيق ممكن أنا كان وقتي بالضبط الخطة كانت أن نخلص الwire shark اليوم شوية وصلنا تقريبا نهايات في أمور كثيرة راح نشرحكم إياها بسيطة أول ما ندي محاضرة بكرة ما عدنا كثير شرح بكرة بكرة راح يكون أكثر عملي فرح بكرة إن شاء الله نوفر لكم أكثر عملي ورح نكمل من الwire shark بعض الفلتر نحتاج في nmap وندخل في أيضا موضوع nmap غدا وبعدين ننتج على متى ونشوف بعض الهجمات اللي نقدر ننفذها اللي هو أغلبكم ينتظرون هذا الموضوع أوكي فأعتقد الوقت يعني صادف ان يخلص خلينا نلخص ما سوينا اليوم يعني بغض النظر عن اللي قد تكملنا فاليوم قدرنا نعرفكم على lab وvirtualized environment شوفت لكم الموجودة بعض security testing methodology شوفتكم حتشينا على legal concerns دهني مهمات لازم تعرفهم في البداية يعني حتى انت إذا حبيت تخصص بهذا المجال هذا يكون انت مهنتك شوفناكم الpenetration testing life cycle شون الخطوات اللي صير وما مشينا كثير مشينا على شوية reconnaissance tools وشوية على wire shark غدا نكمل عن and map وعلى metasupploid ان شاء الله وأتمنى انه يعني استفاديت من هذه اللكتشر المتواضعة وصلنا نهاية اليوم وكان بوسعي انه أنطيكم أكثر وآسف على الإطالة لكن كان مليء بالمعلومات فانصحكم بعد هذه العاصفة مثل ما أقول انك تقعد وتركز شن الأمور اللي أحتاجها شن الأسئلة اللي عندي حتى نقدر نجاوبها إن شاء الله بنهاية الورشة ممكن عندنا وقت يكون وتجربها شوية شوية الأمور اللي ما اشتغلت اليوم مثلا عندنا كان open فاس ممكن نشوفها بكرة رتبة وإذا كان عندك مثل ما قلت لكم أسئلة نتناقش فيها في نهاية المخيم أو ممكن اليوم أو غدا حتى تكتم الصورة عند الأغلبية وآسف مرة أخرى على العطالة وإن شاء الله استفدتوا Thanks for your listening وto be followed by next day نشوفكم إن شاء الله بكرة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم والسلام ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا جزيلا لبرفسور جابر حيدر جابر أهلا وسهلا بك طبعا دائما وابدا وإن شاء الله أكيد وكما قلت تتبرك أيضا غدا وبعد غد في بقيته المخيم طبعا إذا ما زلت معي دكتور فهناك تعتقد تقريبا سؤال أو سؤالين في نخلص الأربعة دقائق المتبقية حتى نصل للساعة الحدي عشرة إذا كان عندك وقت نعم فضل طيب أحد الأسئلة بس هنا يتكلم ما هي الفائدة الأساسية من برنامج الويرشارك الذي شرحته أخيرا طبعا أعتقد أنه وضحته لكن ممكن فقط في عجالة فائدة هذا البرنامج طبعا أنا مش حاجة أترك الإجابة إليك نعم الويرشارك هو برنامج عام شريك ما بين النتوركينج والسيكوريتي أي واحد يقدر يستخدمه الفائدة أنه ننظر في داخل الوير أو في داخل الباكتج جدا يصير يعني ينطيك يعني عندك مشكلة أنت بين سورس وبين دستينايشن تريد تعرف شن المشكلة ممكن الـ IP يكون خطأ ممكن عندك يكون عندك البورت خطأ ممكن يكون عندك دروب المسيجز الفايروال ما يستقبلهن فنريد نعرف شنو مسببات الخطأ يعني هو أكثر تربل شوتي هو يعني يخليك أنك تعرف شونا الصلح أو تعالج المشاكل وأيضا هو وموضوع يعني فضيعة عظيمة أنا أستخدمها كل يوم في تدريسي أو في أتعلم من عندها ويقدر يبحر لك في موضوع TCP و الموجودة و معلومات كبيرة جدا يعني مثلا النوع الإنكريبشن تقدر تشوف شدي يصير بالواير يعني اثنين يتراسلون شدي يصير بين اتهم إذا عندك الكي تقدر أيضا تسوي وتعرف هذول الأشخاص شنو يشتغلون فهي ينطيك نظر بعيد في داخل يصير بداخل الشبكة عندك سواء المحلية أو الخارجية أكون إن شاء الله جاوبتك على السؤال ما شاء الله أكيد دكتور طبعا هناك أسئلة كثيرة أنا قريتها والإجابة عليها طبعا لا تتم طبعا في نهاية المحاضرة وأعتقد الإجابة عليها ستكون موجودة في يعني محاضرة الغد ومحاضرة بعد الغد لذلك حتى لا نستبق ثم نطلب المحاضرة ساعة إضافية فما زال لدينا يومين ضمن المخيم الصيفي فالذي يريد أن يستفيد أكثر فننتظر الغد وبعد الغد شكرا جزيلا لحضرتك دكتور وأتعبدك معنا إن شاء الله وأعتقد ننتظرك غدا بصبر كبير حتى يتم الاستفادة أكثر بالنسبة إلي وبنسبة جميع الحضور سواء كانوا طلاب أو متخصصين أو مبتدئين في السايبر سيكوريتي إن شاء الله أنا سعيد بوجودي وشكرا للاستماع وساعة الصبر شوية كانت محاضرة بطيئة سريعة في أوقات بكرة إحنا إن شاء الله رح نركز أكثر على العملي وموضوع الحاكينج بالتخصيص رح نستخدم المتاسوبلويت هذه بكرة المحاضرة ورح نشوفكم بعض الهاكرز أنواعهم وبعض الحلول اللي هما نقدر إحنا نقف أمامها مثلا DNS Poison شون رح نقدر إحنا نجاب هذا الموضوع اليوم الثالث للحضور اليوم ممكن ما يحضرون بكرة اليوم الثالث رح نوضح لكم بعض أطر العمل الرئيسية رح نشوفكم الـ Red Teams الهاكرز اللي هما نسميهم الهاكرز الخلسة أو الهاكرز اللي هما المحترفين قوات الددخل السريع شون يعملون وشوفكم كثير من القصص صارت في دول معينة وعلى مواضيع كثير شون تصير وشون رح ندافع عن طريق SIEM Solutions والSOC Solutions فرح أحاول أحاول أهي في اللابتوب عندي بعض الأنظمة اللي أشتغل عليها من المؤسسات وشوفكم شون عملية الدفاع رح تكون والهجوم الحقيقي باستخدام الـ Red Team والـ Blue Team وأنا سعيد معكم وإن شاء الله هنكون حاضرين بكرة إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا بروف مرة ثانية وشكرا طبعا للجميع على الحضور ما شاء الله الحضور كان كثير جدا يعني حتى أنه اضطرنا إلى أن نعمل Live Station على اليوتيوب طبعا ننتظر الجميع أيضا في الستيشن الخاص بغدا وبعد غدا إلى ذلك الوقت طبعا ننهي طبعا قلسة اليوم ونترككم في عناة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام وشكرا